اشتركوا في القناة مش احسن يعني كده ديك شايف الشوارع بره زحمة والدنيا عاملة ازاي؟ ايوه هنزلك افص الارانب كمان يا اخويا الهي ربنا يصر طريقك حسن بحب الارانب هتعملوه على ملوخية برضو احد يا اخويا بقى بالهنا وشفال اللي هياكلهم طيب شوف عندك حق ياسطى الانور ببتاعت الهارة مواصلة هي الحد هنا اه اما هو انت عارفة بقى راس السنة كل سنة وانت طيبة وانت طيب يا اخويا ايوه ايوه يلي عالباب ايوه اتفضل يا اختي السلام عليكم يا امو صباح عليكم السلام اتفضل يا فاتحي اوه در يا اختي اتفضل يا ساتر يا رب يا ساتر ده اه المرار اللي الناس في ده اخ اتأخرت ليه يا اختي علي اه الطريق موت والله يا امو صباح اه بقولك يا اختي مش عارف الالفينية الجديدة بكرة وعمل الله حفلة كده عند الاهرامات جبت الحاجة ايوه ياختي جبتلي الكل اللي طلبتيه بس ربنا يستورك خلصيني بسرعة لحسن فرغالي يعني لو رجع البيت ملقانيش هيطين عيشت ودي عارفة اموريني يا ستة الكل خذي ودي الحاجة ده اتدخلها القوضة جوا وقولهم يتحضروا منعيني حاضر ده القفز بس يا اخويا السبت لا انا ايوه فين الاكرامية بتاعت الناس دي ما تقلقش من ناحية دي ابدا يا امو صباح بس بقولك ايه يا اختي تفتكري يعني موضوع الزردة هيجيب نتيجة ده لو ولا واحدة جاتني اللي ما قاعد التسعة عطوش رشالت عيلها على ايدها ربنا يبشرك يا امو صباح يا رب يا رب بس على الله تفتكريني بالحلاوة انا عيني لك يا امو صباح بس ادعي اختي ربنا يجعله بفايدة جبت الجلبية اه اه اهي يا اختي اهي طب خشي البيسية يلا عشان ربنا يراديك ويعوض عليك حاضر يا اختي يا رب يرزيك بالخلف الصالح يا رب امين يا اختي امين الف سلام عليك يا ست الكل الف سلام على اقل من مهل على مهل على مهل هو في ايه مالها ست الكل مفيش بس يا تعبانة شوية لا الف سلامة ليها الف سلامة انت بس يا ست الله خليك رجحها ما ترح مجبتها عيوني رح تمرنا بس انت طيبة جدا تعال على مهل تعالي واحدة واحدة الف سلامة ليك ان شاء الله اللي يكرهوك خلي بالك واحدة واحدة الف سلامة الف سلامة الله علي الله علي صابة نصة كويس اه دي السبت اما الفين بقى قفص القرية طيبة متشكرين قوي أسط لا تحت امرك امرنا امرنا هو ايه ده تلاقيين اللي يزر اللي بيضربوه في الحفلة هم مش يستريحوا اللي مهل اه الهرم واملهول جانبه ربنا خليك انا هطمدك بليه ان شاء الله انا ع السلامة ايه يا ست الكل اجيبلك دكتور ولا حاجة طيب نتوكل على الله الف سلامة ليك ايه ده راجل المسهول شاكله ساب الحاجة بتاعت السبت يالله نعمل خير ونحطها احنا نتوكل على الله يا ان شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل يا استسيد يا ساتر يا رب بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل يا اخوي حط الحاجة هنا ايه يا ست الحاجة الحاجة بتاعت الكلان انت قمونينا باي حاجة تاني الامر لله يا اخويا إلهي ربناي باركك تعبتك معي معلش لا ست ولا تعب ولا حاجة انت قمونينا باي حاجة الامر لله تفضل يا اخوي ما تخلي يا ست فتحية ياصطى سيدك فايا وقفتك الجنبي حلوين دول يا اخويا ولا زودهم لك ماما يا كتير يا ست فتحية انت قموني باي حاجة الامر لله باش يا ست好的 وعليكم السلام الله يذهب بطريقك خد الباب في ايدي من عناية يا سيطة بطحقية يا ساتر الولية المصابحكت هتجيب أجلي إلهي ربنا يهدح لها البعيدة بسم الله الرحمن الرحيم إيه ده أي أخت البتاع دي يكونش اللي استسيد حطها واستحكت بالغلط يو يا استسيد يا استسيد يو ده بيهنه ميش بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت يا أخت إنت إيه يا بتاع انت يكون شيء ينيلك يا أمو صباح يا حبيب انت جعلك يا أخت كومي المصدرين ما هذا ؟ لا يمكنك Eggio faut تستخدم يزول أمو코 ما هذا يعني أنني لا يمكنني أموك الخيار يذهب في هذه الخيار إذا العلون سيكون هناك مرحبا الجزولي على خيار أنا لا أهلا بهم. أغلق المساعدة. أستطيع أن أفعل ذلك يا سيد. إنه مجموعة. أريد أن أتحدث مع المساعدة. نعم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا. خمسة باية ونتحرك. تشيله. ذلك. فاكرة أول مرة عملت لي شيء. يا حبيبي. إنت لسه فاكر. بدي حاجة تتمسي. أتلق علي يا هو. إيه ده؟ أنت عندك شغل؟ أيوة عندي مأمورية كده. إن شاء الله مش هتأخر. وإيه الهباب اللي أنت عامل في نفسك باية؟ إيه مالو. مفقوسة جداً وشكلك مريب ده أنا ما عرفتوش أول مهلة علينا ما عرفتوش وقعد عادي كده هو العادي أن تلاقي ناس غريبة مشها في الشقة وانت قعدة بسم الله ما شاء الله عليه زي الأمر ده حتة من سامير الاسكندراني اللي أقول لي يا ابني أنت في حد عارفك في المؤمولية اللي أنت رايحة دي لا طبعاً طب ومتنكر ليه ما تروح عادي صحيح وجهة نظر وحضيتك لابس كده ليه يا سادة اللواء انت جلسك خلصت؟ رايح حج السجن ها؟ اه رايح حج السجن الحمد لله طب إلا هيرجعك بالليل كده يا بابا؟ ممكن أوصلك بكرة الصفحة أحسن لا مشاكل عادي أصلاً الحقيقة مش عاوز أنزل في ترعب العربية ولا أخش في شجرة أنا كبرت يا شريف ومعيتش حمل بهدلة ليه بتكلمه كده يا عبد الرحيم حرم عليك؟ ده الولد يتعقد يتعقد؟ ما هو متعقد هو متنيل وبعدين هو ولد إيه ما هو زي الشحطة خلاص يا بابا أنا ماشي هاوزين حاجة مني؟ ايه حبيبي هتنزل من غرفة تتعشة؟ ده أنا عاملالك سنية الكسة بالبشاميل اللي بتحباها لا مش هادر يا ماما فيش وقت المهم سبيلي حتة ولما أرجع كلها خلاص يا حبيبي هحطهم لك في المايكرويف أول ما ترجع تسخنهم أوكي ماشي يا ماما يلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهوز بالله ايه يا حبيبي اتاكل بالا وانت طالع لأمك ايه بتقول حكا يا عبد الرحيم؟ لا يا حبيبي ده أنا بقولك اتاكل بالا وانت طالع لأمك موسيقى وعندك اهوى عليها هيزبون الايحة يا ممس نعمين يا سيد المعلمين أغير لك الحجر؟ مبل التفالح فيه أغير لك الحجر أغير لك الحجر انت قد حد مسلطك على تطع نفسي؟ ما تتلاحلح كده وتنزل طلبات للزباين بس من غير ما ازعل حاج حاضر يا معلم قادر ممس نعمين ممس حسابة عن نوتة يا ممس نوتة يا الله سأشوكوك يا بيت شيف باشا يا شيف باشا بس الله خرب بيتك عتوديني فداية يا شيف باشا انت بتعمل ايه؟ انت في شغل ولا ايه؟ ايوا عندي عملاية سرية جدا ويساكسوف اللي انت بركبها دي يعني يبين انها متركبة لا 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 يا باشا انت زي الفل بس عشان انت بس حبيبا انا عرفتك على طول بس عملت ايه دي يا شيف باشا انت جاي فيها ايه ده؟ مفيش براقب وعنصر كده بيجي وياه في الغرزة ايه؟ عنصر؟ بسمو ايه الانصر ده؟ اسموه اسموه انت مال امك اسمو ايه؟ انت صاحبني؟ ابشي 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 المشروب يا مره ماشي اتبص عليك يا حلم يا صوتة وانا اهلا وسهلا سعادة الباشا شرفت ونواط الكاف شوب بتاعنا شكرا تحبي بقى سعادتك تشهب ايه؟ اهلا سعادة مخدرات لا يا سعادة الباشا ده كاف شوب محترم ملناش في الجو ده مالناس كلها ده بتشهب مخدرات اهو اتهيقلك سعادة الباشا دول بنشهب وشيشة معسل اصل الكاف شوب بتاعنا فيه كل انواع المعسل عندي انا معسل طفاح كمتو يا باقو بطيخ خلاص يا عم انت بس انا شام امرأتها الشيشة اتهيقلك يا باشا عشان انت بس نفسك فيه طب باتلي كباية شاي وشيشة فانيليا رومان وعندك واحد على بسطن على الشيشة فانيليا ومال للباشا بقول لك يا معلم في واحد قهد بوا شكله كده حكور طب روح لباد مصعد خلي يخفي الحمص ولغي الزبايد طب ومصعد جوه يا معلم لاش حرفني راح فقالهم صيبة اخفر هشوفه قاضر يا معلم خاضر لا عادينا وفيكو شر الجايين الحجر بتاع ممس ابقي الشريف اوه اوه اخلي بيتك بتعرفين ازاي؟ عرفتك ازاي عنية من شكلك طبعا انت بتعمل اي انا؟ فيه عنصر بيرابو بيجي يقعد هنا هون عايزين نعرف هو انت مالك انت انا بعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه هنا هون؟ انت امك عارف انك بتجي المكان ده؟ لا والله انا امك عارف انك بتجي المكان ده؟ انا بس جاي اخد واحد صاحبي وطير صبعي فل يا معلم العنصر في العنصر امك عارف شكلك؟ لا امك مستخبل ايه؟ لا امك بس باخد احتيات اعطي يا سلام او الله ايه اولاد مسعد راح فيه انت يا سيف انا يا مسعد يا مسعد ايه يا كدعان وما فيش غير مسعد في المكان ده ولا ايه؟ كل شوية مسعد 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 روح يا مسعد تعالى يا مسعد خد يا مسعد ما نسهوناش بقى في عشيتنا بقى يا الله اولا يا مسعد من عنايا يا شبح موسيقى يعني العنصر اللي انا كلفتك انك ترقبه وتعرف هو قاعد فين يرب منك ايوا يا فندم ايوا يا فندم والله يا شريف انا معدتش عارف اعمل معاك ايه بالزبط ده انا كلفتك بمهمة لو امين مباحث حيعملها عادي ينفذها بصباع رجله الصغير لكن انت ظابط كبير مشغال في جهاز حساس جدا مش عارف ترقب واحد مش تبه فيه طب اكلفك بمهمة ايه بالزبط ابعتك تجيب سجاجر من الكوشك اللي عن ناصية ولا ابعتك تفض نخناقه في مدرسة اطفال ما هو حضرتك مش فاهم بس اللي حصل يا فندم اللي حصل زفت اللي حصل حباب اللي حصل فشل اللي حصل خيبة بالويبة اللي حصل يا فوق اي تخيل واي تصور بقولك ايه يا فندم انت انت من بكرة حتتنقل من مكتبك حتنزل تحت تستلم بلاغات الجمهور في الاستيفا يا فندم اسمعني بس انا لقيت حاجة هتقدر تساعدنا في قضية مادام جني انا مش قلتلك ملكش دعوة بالموضوع ده خالص؟ والله يا فندم انا محضر لك مفاجأة هتشكرني عليها بس استنى بس لما تعرف انا جايب لك ايه هتكون جايب لي ايه يعني هتتفاجئ يا فندم هتتفاجئ انا مش عايزك تفاجئني ابوس ايدك ملاش تفاجئني انا خلاص شبعت من مفاجآتك عارف انا عايز حاجة واحدة بس انا عايز مش عايز طبعا مش فهمها الحاجة الوحيدة اللي انا عايزها اني مش عايز اشوف وشك هنا تاني يا شريف مت هيقلي كده واضحة قوي ولا يا فندم هتنبسط برا يا شريف هتنبسط اطلع برا يا شريف سداني يا فندم هتنبسط مش عايز انبسط عايزك تطلع برا حاضر يا فندم هتنبسط باقولك اطلع برا حاضر خلاص طالع برا هتنبسط روح الله يحرقك يا بعيد حسبي الله هو نعمل وكيل فيك هو انت اللي اعرفك انبسط ابدا منك لله يا عبد الرحيم يا اخويا منك لله يا ميسو يا ميسو انت مش عايز تفتح الكاميرا ليه نفس اشوف شكلك وحياتي يا نمم انت عارفة يا حبيبة قلبي ان انا ما عنديش كاميرا بعدين قصنا لسه صاح من النوم وشكلي منعكش كده يعني ولا مؤخذة عارف يا ميسو انا حطالك صورة بخيالي ساعات بتخيلك كده امورة وعصولة شبه بيكم ايه؟ بس عارف بقى انا واثقة من ايه؟ ان قلبك قلبها هنش يكر سيبك مني انا بقى يا نونو خالص المهم انت ده انت زي القامر عارفة بقى انت فيك من مين؟ عارفة كل الناس اللي في الحتة بيقولوا ان انا متضيع لنا ولا بولفدوح لكن امي بقى بتقولي ان انا حتة من هيدي انت صحت يا موقوس؟ طب يا حاج محمد هبقى كلمك انا تاني بعدين سلام دلوقتي ايه يا امه؟ ايه دخلة مكتب المكافحة اللي انت دخليها دي؟ مش تخبطي كده ولا تكوحي كده ولا تعملي اي منظر؟ الله روحيات امك؟ انت يا واد عاوزنا خبط على باب في بيتي؟ انت تجننت ولا ايه؟ طب المهم يا امه اسره انت عايزة ايه دلوقتي؟ هو انا يا واد مش من يومين كنت اديتك زفتة دي اسطوانة بتاعي تفرح البت صفاء وقلتلك شغلها لي على المخروب الكمبيوتر ده؟ حاضر يا ست الكل تعالي انت تتفرج علي انت عايزة تتفرج علي ايه؟ انا كده كده نازل تعالى هنا يا ابن الجزمة واد خد يا واد افلام ابيحة افلام ابيحة افلام ابيحة يا حيوان وانا اقول البيت مش دخلها البركة ليه؟ اتري من عميلك الوسخة يا واسخ يا فتاح يا عليم يا رزايا يا كريم ايه اولا يا فضاح اللي انت عاملها دي عالصب تعالى شوف المحروز حاطة افلام زفتة عالكمبيوتر نقص عليك هاد يا موسعد ما برضو يلا يبقى محاكسوس لاتوا مش لغنيش روح اليه مرر ايامك يا فرغالي وانت يعني جايبه من برا؟ يا ابني ربنا يهديك حرم عليك يا حبيب امك بلاش الحاجات الوحشة دي؟ ده انت ايه دي يا واد؟ ربنا عايز خطك ايه اكتر من كده؟ اين موريتك يا ابن الكلب؟ علشان تحرم تجيب الحاجات جلبيت تاني اخشى عليك فرجت علينا الناس يا حيوان ازاك يا تازا؟ تازا؟ قدع عليك اقوله وانت بقيت شابه تازا ايه يا واد انت امك تخلفني تلاقيك انت اللي بتجيب له الحاجات دي يا واد يا تازا حرم عليك ده اشهاء سنين يا لا ويه بيشتغلوا في الافلام الابهة بقالهم سنين الهي تنصدح وما بين الناس ارد ومساحب نسناس طب وهي اخبار مرهبة كاميرات المطار؟ ما فيه شي نتاج عملنا تفريغ لكل شرائط المطارات وما قدرناش نوصل لاي حد المشتبه فيهم دخل امريكا الشهر اللي فات بس انا لديت اوابر لتفريغ شرائط الشهر اللي قبله برضو مش هتوصلوا لأي حاجة لان اليسارة والسي سيكس دون الناس محترفة مش عيال صغيرين هغلطوا غلطة زي دي يعني بوش يا مارك سيكس دون الناس محترفة فيليسر كيفين دكتور مونير يارا اه، من ي اتفضل باقام اسفروا من علي شرائط مارك سيكسSS فيليسر شكراً شكراً مفضل قاعد شكراً شكراً خير حضرتك طلبتني خير خير تشرب حاجة لاقول؟ متشكر جداً الحقيقة مشغول جداً بصراحة أنا أنا مستعجب حضرتك طلبت تتقابلني ليه؟ مpaSi إسعجب ولا حاجة دكتور إحنا طلبناك بخصوص الباحث بتاعك ما له في البحث بتاعي إحنا عايزين أي أنجتن البحث بتاعك عندنا وتكمله في معامل بتاعتنا سنحني أنا هشرح يا دكتور باختصار شديد جدًا كده إحنا كنا شغالين على سلاح بايولوجي اسمه غازي سي سي سيكس وتصرق من هنا الأسبوع اللي فات ومش عارفين مين اللي سرقوا وللأسف العلماء بتاعنا عملوا سلاح أه بس ما عارفوش عاملوا العلاج بتاعه طب يا فاندم مال ده ومال البحث بتاعي عن مرض وعلاج مرض جنون البقر ماله مال غاز C6 اللي حضرتك بيتكلم عنه ده يعني ما هي الخلايا اللي في البخ اللي بيسبها مرض جنون البقر هي نفس الخلايا اللي بيسبها غاز C6 هذي كفنت العنب يعني 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 الغاز إذا شمه الإنسان يتجنن مظبوط كده طب يا فاندم أنا 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 بحثي ده بشتغل عليه بقالي سنين وأعتقد يا فاندم يعني بعد إذنك يعني أنا أنا لوحيد اللي أمتلك يعني براءة الاختراع بتاعه مفهوم مفهوم بس أمريكا هي اللي صرفت على البحث ده وفلوس أمريكا اللي خلتك توصل للنتائج اللي حضرتك وصلتلها لغاية تلوقتي أعتقد بقى اللوان إن إحنا نرد الجميل بشوية لا لا مش جميل يا فاندم دي منحة بناء على تركيزي في شغلي ولنتائج الممتزة وشغلي بص يا دكتور بص موضوع ما فيوش أي اختيارات أنا مش جاي بحضرتك هنا عشان تقولي إن إنت قابل أو رافض أنا جاي بقولك اللي حيحصل بجرم امتى اشتغل الاسبوع اللي قاي شكرا دكتور مونير see you next week حاضر حاضر اعزانيكو انا الدكتور مونير ارعبولي كل تحركاتو تسلم انجم كمسانا 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 اعزانيكو والله غالبا يا فندم الشيء اللي انا شفته ده وما يسمى بالعربية اللي انا شفتها دي تشبه عربيتي يعني اللون هو هو يعني بس اعرف حضرتك انا عربيتي كان فيها صالون وعجل زي بقية العربيات تمام نمرة العربية مش هي دي يعني اذا كان عن نمرة هي اه نمرة بس يعني اه حضرتك تقصد يعني ان الحرامي اخد النمر وحطاها على البادي لا لا افندم النمر زي ما هي كل اللي تشاله بس هو العجل والصالون والمطور يعني بس اه لك الترخيره الترخيره اوي يعني حقيقة يعني اخلاقه عالي يساب لنا حاجة برضه مش مهم يا فده مش مهم خلينا في الاهم جوه العربية كان فيه لابتوب برتقالي هو كان لونه برتقالي لابتوب ايه بس يا اسازة اللي احنا لقيناه هو اللي انت شفتيه وبعدين عايزك تحميط ربنا اوي الحمد لله يعني هقول ايه الحمد لله طبعا يعني انتوا لقيتوا النمر اه طبعا والبودي كمان على فكرة انت ممكن تبيعيه هو يعملك حوالي من الفين لتلات تلاف والله اه والله دي حاجة عظيمة جدا يعني الفين تلات تلاف من اصل تمانين الف لالحقيقة حزبة عظيمة جدا يعني شبه اليومين اللي احنا عايشانهم بالزبط طيب ما نقذنا حضرتك بضلي حاجة من راح تلحبه نورتينا ها يا عم سليمان ايه اللي اخبار طميني تعمين يا باش هزيمة جنابك امرت بالزبط القرد اللي جي مبارح قاعد في القضاء ومخرجش منها وجبتله اكل ايوا فاندي مجبنله موز شكيته ولا بلدي ها لا ولا حاجة خلاص يا عم سليمان شكرا تعالوا دي يا مسعد ايه يا مسعد انت مش فاكرني ولا ايه انا كنت عندك البارح في الغرزة وعارف انك بتتكلم بص يا مسعد انا عاوزك تتعمل خالص الموضوع مش عشان حشيش ولا غرزة احنا جايبيناك هنا عشان تشتغل معانا عجبك الموضوع عجبك ما عجبكش هنسيبك تروح لحل سبيلك كلام رجالة ما تخافش لا لو كلام رجالة اوامر يا باشر جالة يا مسعد احبت تشرب حاجة بقى يا عم سليمان اوامرك يا شريف باشر والنبي يا عم سليمان هاتلي كوباية شاي وشوف مسعد يشرب ايه اجيبلك موز باللبن قهوة عالريحة ولو مؤخذة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت عاوز اعرف حاجة منك انت ازاي بتتكلم كده ما انت بتتكلم هو عادي ايوة بس انا انسان جري يا باشر وانت شايفني حيوان قدامك ولا حاجة لا مش قصدي ان حيوان شتيمة يعني بس انت برضو ارد بص يا باشر انا هيحكيلك على كل حاجة انا معرفش ازاي انا بتكلم دي خالص انا لمو لمو اخذة اصلي الست اللي لقيتني يعني ولمو اخذة لقيتني زمان قوي فالمهم ايه بقى خدتني ربتني على اساس ان انا ارد اعادي يعني بس بقى خدتني ربتني في بيتها هي و جوزها المعلم فرغالي صاحب الغرزة ها؟ فبعد كده بقى ايه لقيتني بتكلم زي زالعة للصغيرة والستة امي دي لما اخذة يعني يا شيف باشا ما بيتخلفش فقررت ان انا بقى ابنها وابويا المعلم فرغالي اللي انا شغال عنده في القهوة بس خلاص وتوتا توتا خلصت الحدوتا وخلصت خلاص حكاية غريبة جدا بس انت ازاي بتتعامل مع الموضوع كده عادي يا باشا ده انا حكيتها اكتر من مية وخمسين مرة لما اضهق طيب خليك هنا يا مصعد الخمس دقيق ارجع لك تاني استنى بس يا باشا والموضوع وانا راجع صباح الخير يا فندم انت سايا بنياه دم انت تخش علي من غير ما تستأذن يا فندم اش وقته الكلام ده ممكن تيجي معيه دلوقتي هم؟ اجي معاك فين بقى ان شاء الله اوليلك المفاجأ مفاجأة؟ مفاجة ايه؟ يا فندم انا لقيت الجسوس اللي هنقدر نزرعه في بيت مادام جيني تاني؟ تاني يا شريف؟ انا مش قلتلك انت ملكش دعوة بالملف ده خالص؟ يا فندم حضرتك لما تيجي تشوف المفاجأ اللي انا محضرها لك هتغيرها تماما سدان يا فندم مش هتندم مش اهدر اصدقك قلبي بيقول لي ما ينفعش اصدقك تاريخك معايا بيقول لي ما يصحش اصدقك ومع ذلك حاضر هحاول اصدقك اتفضل يا فندم انا هبهرك ايه يا سيد المفاجأ اللي انت بتقول عليها ايه يا ايه يا باب ليه يا الش role model ليه هنحطش ربطون ايه ده خبش يا فندم ده ما بيقعدش ده قليف خالص قليف خالص وبيعمل ايز القليف ده ده هيوصلنا لمادام جيني واقولنا كل المعلومات اللي احنا اعوزينها ده وده لو اقزах هنزرع اجهزة تسلط ده اعلي لا يا فندم مسعد بينaknarus هو له ايبلغنب كل المعلومات اللي احنا اعوزينها مسعد مين مسعد ان الارض مسعد من الارض لا ده انت اكيد عبيت ومش عبيت عادي ده انت عبيت متمكن ده انت قدوة في العبط ليه كده يا بس يا فندم؟ مش قدام الارد مش قدام ارد ايه؟ انت بقى انك تلحست خلاص بقى ارد اللي حيقل لنا المعلومات انت تجنمت خالص والله هيجنمت خالص لا يا متشكل يا حبيب مريش بالموت لا قصة عندي سكر معلش معلش يا فندم يا فندم حضرتك فهمني غلط الارد ده وقت معجزة الارد ده ويتكلم وبفهم زينا اقول له يا موثحب قوله يا موثحب حيقول لي ايه يا موثحب حيقول لي한� لا ما عليش لا مليش في الموز عندي سكر حلاؤله يا مو detectors بقولك ايه، انت بهاك تلاحظ عايزلي ابعت ارد لعميلة في المخابرات الامريكية يا ابني انت فاكل نفسك فيه في سلك الحن يا فندم انت فاهمني غلط والله العظيم فاهمني غلط جوس يا فندم ولا فندم ولا ليلة بقولك ايه يا فندم انت انت تنقل نفسك من الإدارة عندي تروح في أي إدارة تانية أنا كل دا كنت مستحملك عامل حساب أبوك إنما من هنا ورايح تصد فيك وتصد في أبوك وتصد لحبش عائل السلام عليش بالله يا فاشل غالبان أبو الراجل دا خلاص خلاص يا عاصم خلاص أيوة دا المبنى المشارئ ليه في العنوان أيوة هو فعلا بيت سوها أنا عايز أقول لك أنه لما أنت كلمتيني وقلتيني أنه أنا هوصلك فأنا دخلت على خرائط جوجل العالمية وجبت العنوان بالتفصيل أني مصلت بممتاز سولة الحقيقة يا عاصم أنا متشكرة جدا أنت عارف طبعا أنا عربيتي تتسرقت وماما الحقيقة أخافت علي أن أنا أجي المشوار دا الواحدي فليس أمامي غير أني أشكرة لا 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 ما فيهاش حاجة بس أنا عندي استفسار يا نوان الحقيقة عايز أسألهلك يعني ماذا؟ دلوقتي هو صعباتك سوها دي هتتجوز كمان يومين ليه بتعمل حفلة؟ آآ بص يا عاصم دلوقتي كل البنات بقت تعمل ليلة حنة قبل الفرح بيوم أو يومين لا مش حقيق لا 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 أنا مربر بنت عمتي لما جدت تتجوز ومتي تتذكري هذه الواقعة ما عملتش الحنة دي أو الحفلة بتقولي عليها بولبولة أختي لما جدت لا لا بولبولة أختك إنت هتحكي لي تاريخ العيلة كله يا عاصم لأ بص يا عاصم دي حاجة يعني أنا غلطانة فيها أنا كان لازم أبقى محددة معاك هم مش كل البنات دلوقتي بتعمل ده هو في بنات كتير في الوطن بتعمل ليلة حنة قبل الفرح بيوم أو يومين أخليك دقيقة أنت مفروض دكتور يا عيد دكتورة بتكلم باحث بخليك دقيقة بسمع بعض البنات اسمعها إيه؟ بعض البنات لا وليها تاني كده؟ بعض البنات يلا تاني بعض معلش مرة كمان؟ بعض البنات بعض البنات صح أنا أسفر يلا بقى بينا يلا إيه يا عاصم يلا إيه رايح فين؟ رايح فين؟ احنا مش جاين مع بعض أنت الحفلة اللي حالنا دي لابس قميس فوشي عشان اجي أحضر إيه؟ لا فوشي على نفسك تحضر إيه ما ينفعش يا عاصم؟ هقولك ليه ما ينفعش بقى؟ لأنه فوق المكان كله بنات وقاعدين مرتحين مرحرحين العين الحجاب يا العين لله يا ريال لله يلعون الحجاب؟ أكيد مش تبسلون على اقتناع فعلا أنا قريد بحث من أسبوعين فعلا كان مقدم ليا في أولياء أمور وأهالي بيضغطوا على أولادهم عشان وبناتهم يلبسوا الحجاب فده بيؤدي أنه بيقلعوا أهو في الجلسات الخاص بيقلعوا وأكيد بيعملوا حاجة ده علط يا ريال السود لا يا عاصم بوس من الآخر كده ده مجلس نسائي إيه العنصورة يا دي؟ ده مجلس بتاع الستات بس؟ أي؟ ده انتقام فرويدي من المجتمع الزكوري الطاغي على الوطن ده انتم معقتين معلش يا عاصم لا 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 ده أنت وأصدقائك محتاجين تحاليل وأبحاث الفترة الجاية أنا هتبناتك أنا نازلة يا عاصم أنا نازلة قولي يا أصدقائك إن عاصم خطيبي ابن خالتي اللي وصلني ها؟ الشاي بتاعك برد يا شريف باشا يعني يا دي كواب تتكلم زي الإرد مراحتك يا شريف باشا؟ مراحتك؟ أنا أسف يا موسعد ما كانش قصدي وما تدع تحسسني بزنبي ليه؟ ما أنت إرد؟ وعني تشير رجلك دي؟ مش كفاية خليت ترقابتي زي سمسيمة قدام فهين باشا؟ أصد الصراحة يعني يا شريف باشا أنا خوفت أتكلم قدام فهين باشا ده خوفت من إيه؟ ما أنت بتتكلم معي أهو؟ هصلك حاجة؟ لا يا شريف باشا أصدقائك إنت يعني مننا وعلينا لمؤاخذة؟ آه، إنت نقيب إنما فهين باشا ده مش أقل من رائد رائد إيه يا ابني؟ فهين باشا؟ لقوا إيه؟ لقوا؟ يعني ممكن يرميني في الحجز؟ وما يبليش صاحب؟ حاجز إيه يا ابني؟ إحنا هنا في الجهة السيادية هر إيه سود؟ إحنا في اسم النزهة؟ النزهة إيه يا بني؟ إرد إنت بقول لك الجهة السيادية آه، فهمت أصدق سيد شريف؟ شريف باشا يا لأ ماشي يا سيد شريف باشا يا لأ ايه؟ الهدف معاش هنا تسفر وبيستعد ما يتحرك استمر في المرأبة، ما يبعدش عن نظرة دخل لو تطريت؟ ما تدخلش إلا في حالة محاولة هروب الهدف إحنا محتاجين وعايش الهدف بيحاول الهروب من الشارع الخالفي محاولة هروب الهروب من الشارع الخالفي أهدا بشوهد من الجديد لقد اعود الوحد الرابعة ورقم اتناشر وراه أيوة ينوه؟ اسمعيني كويس عشان ما فيش وقت البحث بتاع جنون البعر طضحنوا من أهم ما يمكن فيه ناس عايزة تاخدو له علاقة بغاز سي سيكس؟ دكتور مونير؟ وانت أصلك حمار لا ما ترسلكوا على بر بقى انا حمار ولا ارد انا ما قلتش منك جري الفرحاسة بتاعتك دي طالع غابي زي امه فرغالي اه وانت امه امه ارده جري يا عم فرغالي مالك كده شهدت حيك علينا النهاردة ليه حد يسيب شغلانة زي ايه دي ايوه طبعا يسيب هيوه ده العيل اللي حيلت ايه هو انا لا يا ولا ايه بقولك ايه مش لازمن الشغلانات الخطرة دي خطرة ايه انت يا راخرة ده ارد بسبعة رواح لا ده انا كده بقى بقيت قطة كمان كل ده لشان انا مرضيتش هشتغل جاسوس جاسوس وانت الطول تبقى جاسوس ده كابر البلد هم هاده اللي بيبقوا جواسيس فين الو استاذ جمع الشوان ولا ليه في كوهين ولو استاذ عزام عزام الله اخر البيت اللي بتضربه يا فرغال يا عم عزام عزام ده كان بيتجسس علينا احنا حلو يعني بيقبط بالعملة الصعبة ينيلك يا فرغالي انت كل همك الفلوس صحيح الراجل ابو كرش يبيع ابنه عشان القرش ايه طبعا اهتمامات كلها فلوس هم ليعناها تم بالمجال العلمي فانتك البلد يعطى عليك فرصة عمرك تفتكر يا فرغال تعارف يعني ايه جاسوس يعني بردبط معاون مباحث وسيبك من الحكاية دي اهم حاجة الفلوس اللي حتاخدها لما يجي يعملو لك المسلسل بس يا فرغالي الموضوع فيه قلق كده ولبش بيقول عايزيني يزرعوني عند واحدة امريكانية يزرعوك يزرعوك يا ايه يا غلا يعني تطرح لهم قرود صغيرة اه ايه مش ينردني بتفقس بتفقس؟ إليه تفقس يا فرغالي قرقد انت دلوقتي وديا مسعد ملكش دعوة بكلامه دعوز يجيبلك الكافية ليه ياما بس ممكن يكون معاحق وهو جرب ياما مش هنخسر حاجة نكلم الرجل اسمه شريف ده مانشوف اخرتها ايه معاه الو ايه يا شريف باشا مين؟ انا مسعد يا شريف باشا مسعد يا شريف باشا انت انستني؟ مسعد يا شريف باشا اللي قصير كده حبتين وعنايا لونها بني كده ودخين حبتين اه لا يا باشا مسعد مسعد يا شريف باشا طب استنى ودانو كده كبيرة وعندو شعر كتير في صدره ي اشريف باشا مسعد الارد حلو كده يا عم ايوه يا شريف باشا ماشي ماشي يا شريف باشا مع السلام اهو، الخبر اهو مصر على العالم المصري الدكتور مونير محرم في حادث مراوعة بالولايات المتحدة الزيفة الأمريكية معلش معلش يا حبيبتي مزعلش نفسه ربنا يرحمه ويصبر أهله يا خسارة ده الدكتور مونير ده كان من علماء الأفزاز ده من الناس رويلة جدا في البحث العلمي في العالم ده يا ماما كانوا بيقولوا انه في نفس مستوى زكاي يا خبر يا حبيبي وانت في حد زيك برضه انت ابني فيه في كوبي واحدة بس ربنا ايش خديك يا ماما ما ده كل اللي لم حيرني الدكتور مونير كان بيكلمني قبل الحادثة على طول ليه؟ كان يعني لازم اروح الحنة مانا لو ما كنتش روحت الحنة كنت عرفت اسمعه كنت عرفت افهم عايز يقول لي ايه؟ يا حبيبتي بس ما تلوميش نفس كنت كنت عتعرفي منين بس بس هو كان بيحاولي يقولي حاجة زي البحث حاجة عن البحث فيه ناس بيتاردوه بس انا ماسمعتش مانا لو سمعت بس انا ماسمعتش والبحث ده فين يا نوح؟ كان على اللابتوب اللي تسرق مع العربية يا خسارة انا ضيعته انا ضيعته هديها يا عاصر هديها يا حبيبي باس لما هردين بصية بيعته يا ماما بيعته يا ماما كان لازم اروح الحنة؟ كان لازم يобрاتيا تتير الاسم ايه؟ ايه دي يا نوح؟ ..يه دي يا نوح؟ انا لازم ارقى اللابتوب ايه ده؟ هتلاقىه فين بس؟ هروح الاسم واسأل اللي سهرق وتترب فيه ازاي؟ برافو فكرة لازم تذهب الاسم فعلا لاازم ت verkligh asum صح؟ انا فقومها غير هدومك ريح غير هدومك تروح ع غير ندومك ولازم تروح الاسم بس هدي نفسك بس برافو ايه ده؟ انت هتسيبها تروح الاسم الوحدها؟ مين انا؟ فين الرجولة؟ رجولة ايه ماما انا مالي روح معا الاسمي ليه؟ لا لا ما دخلش اسام انا لا 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 ما عليش يا طند هي بتدور على اللابتوب بتاعها انا مالي ده لا لا خليكي دقيقة في معلوماتك يا ماما لا والسامحتي لا والسامحتي يلا يا ولد مش رايح لا سوريا مانحرمش عام سليماني يا جميل ايه يا جد عمالك في ايه؟ اه بص يا سيد شريف شريف باشر بص يا شريف باشر اللي اقوله شرط اخر نوع والراجل اللي ام اخزه بتربط من لسانه وبين البيع والشارج يفتح الله وفي البحر سمكة يا ابني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قصر عاوز ايه؟ بص يا شريف باشا بقى من الاخر كده انا هاخده كم في العملية دي؟ كم ايه؟ ده عمل وطني يا مسعد ايوه يعني يا شريف باشا العمل الوطني ده من ابو كام؟ انت هتقايم العمل الوطني بفلوس يا مسعد؟ ايه يعني يا شريف باشا؟ مالاستاذ رقفة الهجان فتحتولي مجل ترزق وترزق معاه قصر عاوز كام؟ بس صلع النبي كده عايز ارنب ارنب؟ انا اول مرة اعرف الولود اتجاوز ارنب وبعدين انا كنت فاكر منفعش يان هاري سود يا شريف باشا ايه يا عم التفكير ده؟ ارنب يا شريف باشا يعني مليون جنيه مليون جنيه؟ انت مع جنوني ايه ابني؟ بص يا مسعد احنا كلنا بنشتغل هنا وبناخد فلوس اعم بس الاهم من الفلوس انك تعمل حاجة لبلدك وتعمل حاجة لمصر وانا ما علي يا عم وما المصر انا اردى اساسا يعني تلاقييني كده من افريقيا يعني ممكن تلاقييني من الكونغو من مالي انا مليش دعو بالكلام ده يا شريف باشا من الاخر كده انا عايز مليون جنيه مفيش ملايين يا مسعد طب بص يا شريف باشا علشان انت حلوة كده انا بقابلش كده مع حد بس عشان خطرك انت اه انا اخد سبعمية وخمسين الف لا 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 انت بعيد خالص طب بص يا شريف باشا بقى علشان خطر ايه؟ نجيب كده من ابولاهية انا هاخد نص مليون جنيه ومش هتنازل مليم ولا هتعتع عنه انسى لا يا شريف باشا ده تطفيش بقى ده انا منزلي يجي من نص ارنب وفي الاخر كده مش هنازل عن كده ولا تعريفه حمرة يا مصعد انا اقذف يا مصعد ما كانش اقصلي حشان انت اردت حتى لو كنت بني قدم كنت قلتهانك كده ما اتفقناش بالصالع عن النبي وما حدش بينم من غير عشق ومسرقة ارزق انا ليه واحد قريبي من الكون في جاسي ادية برضو مكلمني على العملية هناك ماشي يا شريف باشا؟ مع السلامة يا مصعد ابقى تعالى بوصل حاجر يا شريف باشا امشي يا ابن الاردة اعمالي شريف باشا اعمالي يا ماهو بادسة يا عملنا تفريغ لشرائة المرابة بتاع محطات البنزين لحوالي مكاننا الحادثة رحيتو حاجة اعتقد اننا نجد شيء به شعب ارجوك انتُ لنرى من نجد شيء اجتوك بذي هالك ماتت الامر خلالي مرتا يا إلهي أفتك المضوع لي وعلاقة بكارلوس؟ إزاي فهم بكارلوس مظبوط طيب، انتو عرفتوا مكانها ولا لسه؟ للأسف، سفرت بعد العملية بـ 48 ساعة لما عرفنا أن بلادي ماري هي اللي عملت العملية دي رجعنا شرية المطارات اكتشفنا أنها سفرت متنكرها بمطار فلوريدا سفرت فين يعني؟ أوكرانيا أوكرانيا طيب، أنا عايزك تكلم الناس في أوكرانيا خليهم يدوروا عليها ويلقوها ويجيبوها لي هنا أفضل؟ أفضل؟ أفضل 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 بعيدة لا أفضل ما تفشعة؟ يابل وتجيبه مصعد صغير باشا ابو سينك مالاش الكلام ده يا شريف باشا وانا كشيف باشا مش انت قلتلي الموضوع ده براحتي وانت مش هتخصبني على حاجة وانا حر اوافق اوارفض ايه لازمتها بقى قيلة الايمة دي يا شريف باشا مصري بصراحة يا مصعد انت زعلتني منك لما قلتلك مصري محتاجاك وانت ولا فرقة معاك وعملتلي فيها من كونغو كونغو انا مصري انا مصري اقوي يا شريف باشا انا مش هيوان عشان ترمين الرمي hypotheticals دي يا شريف باشا ابو سيدك يا شريف باشا خرجل من هنا والنبي يا شريف باشا خلاص يا Besعد انا هتطلعك من هنا وستشتغل معنا قلت ايه ماذا؟ مش يا مسعد انا حسيبك يومين Below تفكر براحتك لحد ما يجيلك وتقولي قررت ايه يتشتغل معنا يتعيش طول عمرك هنا سلامهم يا شريف باشا يا شريف بشا خلاص يا شريف بشا انا هعمل اللي انت عايزو ايوا يا مسعد بس انا عايزي القرار دا يكون عن اقتناع مش عايزة اكون بضغط عليك فحاجة يعني لا يا شريف بشا ازاي عن اقتناع ضغط الول именно بتقول انت بتقول علي tua اوى برافو عليك يا مسعد انا كنت متأكدة انك جواك وطني يلا يا شريف بشا بقى خلاص يا مسعد انا هطلعك من هنا بس تروحي البيت لما كل حاجتك وتجيلي على المكتب وقوعة تقول لأي حد عن المعلومات دي اتفاهمت دي سرية اوامر يا شريف باشا خرقني من انا يا شريف باشا خلاص هطلعك بسر عمرها ما هتنسى لك الجميل دوت يا مصعد خرقني بقى من انا يا شريف باشا خلاص خلاص هطلعك يا حرس يا حراس يا شريف باشا يا شريف باشا يعني حضرتك شكة ان فتحي الخدامة جاسوسة انا مش شكة حضرت الزابط انا متأكدة ونتقلم خلاكي بتأكدي كده انا حاكل حضرتك اتفضل لي فاند فجأة كده هي بتمسح ولا بتغسل الموعين يجي لها تليفون تاخد وتجري وترد بعيد عني وتفضل ترغي بالعشر دقيقة وهي موطية صوتها ولما ترجع وسألها بتتكلمي مين تقول لي نمرة تلت غلط تخيل حضرت الزابط لا الصراحة حاجة غريبة تتكلم في تلفون عشر دقايق والنعمرة تطلع غلط ومش بس كده ساعات الباب يخبط وهي تجري تفتح وتقول مين فاللي على الباب برا يقول لها المكوى يا فتحية واختبال حضرتك؟ لا الصراحة مش واحد بالي اوي ما هي ممكن تكون دي كلمة السر ليه؟ اول بيخبط على الباب بيطلعش المكواجي لا بيبقى عرف المكواجي وبيديع المكوى فعلا بس شعرفك بقى ما هي ممكن تكون بتستلم منه المكوى وبتدي له معلومات وهي بتستلم منه المكوى مكتبال حضرتك؟ يعني حضرتك كمان شكة ان عرف المكواجي جاسوس اكيد يا فندم دول ارهابيين شرفتين او خالص ممكن حضرتك تمشي دلوقتي واحنا هنقبض عليهم ان شاء الله واحكلمك في التلفون بجد؟ بجد جدا شكرا يا فندم شكرا يا فندم شكرا شكرا يا فندم تفضلي 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 عند شريف باشا تفضلي 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 اسم حضرتك؟ اه دكتورة نوه عبد الحميد بيلاق حضرتك بخصوص ايه؟ الحياة فندم زي ما قلت لحضرتك انا اسمي دكتورة نوه عبد الحميد وأنا كنت بشتغل مع الدكتور مونير أسعد في أمريكا على بحث يخص مرض جنون البقر الحقيقة أنا سيبت الدكتور مونير في نص البحث ورجعت على مصر لكن دكتور مونير اتصل بي أول مبارح في مكالمة يعني كان الخط مش واضح وبيقطع إنما كان بيحاول يوصلي معلومة إني أودي البحث ده لجهة سيادية في مصر أنا الحقيقة فاندم يعني زي ما قلت لك الخط ما كانش واضح قوي لكن اللي فهمته منه إنه في حاجة اسمها السي سيكس ليها علاقة بالبحث بتاعنا اسمها إيه؟ سي سيكس وبعدين؟ عبدا يا فاندم الخط قطع وعرفت بعد كده إن الدكتور مونير مات مات مقتول؟ لا يا فاندم زي ما الجرايد قالت في حدثة عربية طيب البحث ده معاكي؟ لا يا فاندم للأسف ولسوق الحظ البحث كان على اللابتوب بتاعي واللابتوب بتاعي اتسرق من العربية لما العربية نفسها اتسرقت آه بس يا فاندم أنا عرفت معلومة إن اللابتوب موجودة عند راجل اسمه المعلم العشور النواوي طيب إيه المطلوب من هنا دلوقتي؟ المطلوب منكم يا فاندم إنكم تلاقوا اللابتوب علشان تقدروا تلاقوا عليه البحث؟ السراحة ده مش اختصاصنا بس ممكن حضرتك تروح الاسم اللي تبع ليه أنا فاهمة يا فاندم حضرتك تقصد تقول إيه؟ بس الحقيقة أنا عايز أفكر حضرتك إن الدكتور مونير قال لي إنه أودي البحث لجهة سيادية سيادية يا فاندم إذن ده معناه إنه البحث أصبح في دايرة إختصاصهم of andom? إيه يا فاندم شريك ميه؟ مصادل In covert طيب أنا جاي براك طيب يا فاندم احنا هنعمل تحريتنا على الموضوع ده بالزبط واخذ يهكم حضرتك عدتي التلفون ده نيمر تلفونية قلية التلفونية إتلك اللي بحيانا ههم كلميني لو أي حاجة حصلت إيه بكالميني هنزنيك يلة الزودي كنت فكرة هيتم بي أكتر من كده شريف أخو بيكلم إزاي والله يا فنن دي قصة طويلة جدا هبأحكيها لك بعدين المهم دلوقتي اقتنعت إنه موسعد حيكون الجاسوس بتاعنا عند مادام جيني أيوة بس لازم تاخد بالك يا شريف إن العنصر بتاعنا اللي حنزرقه عند مادام جيني لازم يكون مدرب على أحسن وجه ممكن ولازم يكون على قدر المسئولية والحكاية دي مش بسيطة دي هتاخد وقت ضمن يا فندم أنا هشرف بنفسي على تدريباته وإن شاء الله هيكون جاهز في عقرب وقت وإن شاء الله يا رب يا رب منور يا إرد يا ابني أس كارل I'm sorry Mr. Kevin حتى قلت لي لو وصلنا الحاجة مهمة أكلمك أي الحاجة المهمة اللي وصلتولها إحنا جمعنا كل بيانات موبايل دكتور منير وعرفنا آخر مكالمة هو عملها ما كانت الدكتورة شغالة معاه في البحث بس ثابته من حوالي شهرين ورجعت على بلدها اسمها هي الدكتورة دي؟ اسمها دكتورة نوها وهي مصرية أكيد دي معا نسخة من البحث الأكيد كان بيكلمها بخصوص كده That's for sure Mr. Kevin طيب أنا عايزك تجمعي لي كل المعلومات عنها وشو في لي نوصل لها إزاي يا تحت أمرك تانكيو كارو ده لأي أنا مفيدة بس وسط الشعار ده كله ده دليل الرجول يا ما عاليش ما عاليش ما عاليش ما عاليش ما تخافيش خاص نسيت أقولك هو بتكلم بس يا موزحب فضالي فضالي بس أنا كتير بحلم في فراعنا مرة حلمت إن كان فيه كهف فرعوني الشابة اللي بتلعف الأفلام بتوعيسه في شعين دول واعمالي هشكني ويلعبني وبعدين البتاع ده بطرني أه يا دكتور سيبك منه وكمل الحكاية يلا يا موزحب إحنا هنشغل الجهاز عالسرعة البطيئة ها هنمشي في الأول واحدة واحدة شوية ماشي بطيئ يلا إيدك النحية دي بطيئ بطيئ ليه كده يا دكتورة ده إحنا بالصلاة عن النبي حلوين قوي ده أنا خايف أمشي لكم على المكناة دية ده أغضغها لكم ماشي يا وحش عرفك بطا بس هنبتدي واحدة واحدة أنا أصلا مش هارفة ده العادي بتاعهم ولا لأ بس ها ضربت قلبه مش طبعية خالص حيوان الله يسمحك يا شريف باشا أنتو عندوكو أمر أوروبي في البيت أمر أوروبي إيه بس يا دكتور إحنا عندنا الإرسال العادي الأنمال بلانت آه آه صح صح أنا مكنتش أخد بالي بس الحاجة عرفت ومن ساعتها وهي مشفرة لي كل القنوات الأنمال بلانت وناجينة الجيوجرافيك كمان وكل القنوات الكويسة والله يا دكتور سائع عليك النبي لا توقف البتاع ده يا دكتور جرا يا باشا لما تسرع شؤال بتاعي دي انا شكلي هنام هنا معلش يا مصعد الموضوع ده يدي التدريب من فضلك عمل ماشي ميحك خالص دلوقتي ايه ده؟ انت مجرونة؟ انا هاخد حولا دي كلها فدراعي تشوف فدراعي؟ لا لا يلاوي تشوف فدراعي تشوف فدراعي يا راي عمل حاجة البتاع دي اخرى كده ولا ايه؟ ما كنتو جبتو الاكبر عشان الواحد ياختو راحتو في التمرينة خليك بركز بقى لا احنا نقول الموضوع ده بالتدريب يا عمل حاجة بتدريب ايه وبتاع ايه؟ دخلني على الحاجة على طول مريزك يا دكتور؟ بالراحة يا شريف باشا بالراحة الرسم ده بيوحيلة بيه؟ مش عارف يا دكتور راكز كويس معايا الشكل ده بيمسلك ايه؟ دي تقريبا كده واحدة مليانة وعملة كده اوه طيب ودي؟ دي تقريبا كده ست مليانة بس عاملة بقى كده اوه ودي ودي؟ وقف ام البتاع ده بقى يا دكتور يا ابني راكز معايا انا ما هو ام البتاع ده موطرني يا دكتور مش كل حاجة تقولي دي ستات ما هو ده اللي بيجي في دماغي يا دكتور طيب الشكل ده بيمسلك ايه؟ راكز هنا دي ست لابسة بايوه وعملة بقى كده اوه 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 يا ابني بايوه ايه ووحدة ايه؟ ارحمي بقى اوه 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 ما تخرج بقى يا عبدو بقى لك سعف الحمام يا خرابي هيجننني هيجننني الراجل ده مش عارفة بيعمل ايه كل ده جوا انتي كمان بتنيلي ايه وانا هلاقيها منك ولا من ابوكي في ايه ماما في ايه ماما من قاعدة هو هدية ومنهمكة ومسلمة للغاية الله يا حبيبتي ده تي زي الامر من غير الهبابة دي يا حبيبتي في اختراح اسمه عدسات وبعدين بقى هي المشكلة في ايه في اعداتك اعدالي زي البيت الوقف مع ان في واحد عريس هيتجنن عليكي نفسه يتجوزك مين العريس ده ماما مين اتها تستعبط يا بيت هتجننيني ما انتي عارفة عاصم ابن اختي اه عاصم يا ماما يا حبيبتي عاصم ده زي اخويا وهي يعني يا حبيبتي مانا وبوكي زي الاخوات هو بيفضل في الاخر غير الاخوة ماما ماما ما تخلص لا يا عبدو يا حبيبتي يا حبيبتي نفس افرح بيكي ما نفسكيش تتجوزي ما نفسكيش في راجر يا هننك يا طبطب عليكي يا بوسك ايه يا ماما ايه يا ماما انتي جرالك ايه ايه ليه بوسني انا وبعدين مين ده اللي هيبوس عاصم عاصم يا ماما هيقنعني ان احنا نخلف باسلوب التنقيح الصناعي علشان دي طريقة مسيرة جدا علميا ما تخفيش ولا يهمك قبل الجواز هنقعد معا واحد كبير ويفهمه على كل حاجة ايه ده ايه ده ماما ارجوكي مكالمة مهمة جدا ارجوكي ما تفضحينيج دي لونغ ديستنس هلو يا عبدو اعرف يا عبدو لو ما خاركتش دلواتي حالا انا هلرألك الدنيا هنا وانت اللح تنظف ها اوف هلو هلو اسد دوكتور نوح عبد الحميد يسد دوكتور نوح عبد الحميد هلو اسدد؟ اسدد جون دوكتور باتريكس اسيستنت هلو اسدد؟ يس شو انا بمثل شكل الوية هنا ايه ده؟ هو حدريك بتتكلم عربي؟ ايوة بس مكسر شوية لا لا ابدا انت شرفنا يا فندم اهلا نساعد دوكتور فاتريك كان في القاهرة في مؤتمر مقال الدكتورة نورا ايوة ويحبي قبلك طبعا يا فندم يشرفني وينزداي ثلو كلاك؟ وهو كذلك اه ولاتنا وهو كذلك اوكي اوكي يا فندم باي باي مع السلامة مع السلامة باي باي ايه ده ايه وهو كذلك وهو كذلك؟ يا بتي انت عندك ستين سنة في حد في الزمان ده بيقول وهو كذلك وهو كذلك؟ ايه يا ماما ايه يا ماما؟ ايه سيبك بقى قوليلي مين اللي كنت متكلميه؟ واحد قابليه فين؟ يا رب يا رب يطلع واحد غريب يا رب فيه أم تقول لبنتها كده؟ ايوة وماله يا حبيبتي ما نفسي أفرح بيكي؟ طب يا رب يا رب تطلعي بصحبة من ورانا وانا معرفش يا رب من صحبة؟ صحبة ايه يا ماما؟ ايه الأخلاق دي؟ دي شركة أدوية من أمريكا عايزيني في شغل ميكلميني وعايزيني يقابلوني علشان شغل شغل؟ سدقى بالله انك فقرية بقولك شغل تقولي لي فقرية يا ماما يا بنت تواكسي بقى تواكسي مات يلا بقى يا عبده؟ مات يلا بقى يا بابا؟ تدريب فنون القتالية مش ازاي؟ مش جاي بأي نتيجة بالمرة مصر على انه يبقى غوغائي بيقاتل وكأنه في خناقة في الشارع لا قصص ولا قواعد وتدريبات السباحة؟ غير مننا اربع مرات النهاردة مش راضي ينزل غير ما يكون عامات الدريعة ورماية؟ هو أصاب كل سنتيمتر في غرفة التدريبات معادة الهدف يا سيادة النقيب والقيادة؟ ده لو سايا يا فندي ما يسبب خطأ رهيب على الأمن وسلامة المواطنين تمام يبقى جاهز جاهز على مسؤولاتي الشخصية وأنا المتحمل لمسؤولاتك كاملة هنزدوكم ده بيلن يا حاكم بيلن فضل يا شريف باشا أنا مستنى حد يجي يلعب معايا بقى لي كتير بلعب لوحدة عشان نلعب دابل خد أنا هقد ألعب معاك النهاردة عشاني من بكرة هنبتدي بجد جد؟ يا مصعد أنت من بكرة هتبتدي الشوك معنا بجد يا شريف باشا يعني أنا نجعت في التدريبات أنت جبت درجات المكان داي ما شافهاش قبل كده من بكرة هتبتدي أول عملية في خدمة بلدك الكمهو مصر يا مصعد مصر آآ آآ صح، مصر مصر ايو ايو يبأ مهمتك هتكون بسيطا بس عوزة تكون واخد بالك كويس دي فيلا بتاعة واحد في المنصورية اسمه هدنان خلف الراجل دوت أمريكان بس من أصل في اسرن واحنا شكين أنه يشتغل مع المساد الإسرائيلي ممم مش المساد دول اللي كان خلاص خلصوا موساد صرفة العدان يا مسعد ركز معايا بوس ايدك الراجل دوت مخابي أوراقة مهمة في الجرجة بتاعه المشكلة إن في الفيلا بتاعته مليان الكلاب يراصل ولا يمكن حد يعادي جنينا ديت وهو ماشي على رجليه سليم أبداً عشان كده الحل الوحيد إن ليعادي جنينا ديت يعادي ماشي على رجليه هو عشان أنا إرد يعني فكرني لو مشيت على إيدي الكلاب حتسبني يا رشب يا غبي افهم أنا مش عاوزك تمشي على إيديك أنا عاوزك تتشعل في الشجرة وتنط من شجرة لشجرة لغاية ما توصل تدخل قط المكتب وتجيب أي أوراق شكلاها مهامة تلاقيها وأهم حاجة أهم حاجة لو اتناسك تقع تكشف عن شخصيتك ولا إنت تعرفنا ولا إحنا نعرفها ماشي يا باشر السرية يا موسعد دي أسرار البلد إنت تعرفنا ولا إحنا نعرفها خلاص خلصنا يا باشر يا لهوي يا لهوي يا مالهوي أنا كمالي ومال الكلام ده على فكرة إحنا عارفين إن أنت بتتكلم كويس قوي بس عايزين نعرف أنت بتشتغل مع مين والجهة اللي بتمولك إنت جيت النهاردة الفيلا تعمل إيه؟ مش هتتكلم براحتك منصور صبح عليه لا 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 خلاص أنا حقول على كل حاجة أنا اسمي مسعد ومن نازلة السمان واللي بعثني هنا النقيم شريف عبد الرحيم ومعام مسعد بتاعه اسمه عادل وفيه اللي هو فاهم ده الكبير لما أغزة بتاعهم والرئيس بتاعهم وكده يعني وبيأخلوا المجندين والجداد وبيضربوهم جدا في فيلا في حتة اسمها شريف باشا؟ تخليت فيها يا بشوات انت قريت على كل حاجة تعرفها بعد ما ضربوك كم قلم يا جبان يا فندم ما حدش ضربه خالص يا حلاوة جرائع من الحج ما تخليك محضر كده خير ومار الله يا خرص الحيوان انت ليه كانت تتكلم بعد اللي عملته ده؟ الصراحة أنا غابي يا شريف باشا غابي وحمر في حد يقول كل عسرار بلده قبل ما يدرب حتى بألم لا يا شريف باشا انا مش غابي عشان كده انا غابي عشان ما هرشتش موضوع العملية الامريكاني دي اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت فشلت في كل الاختبارات حتى اختبار الثقة فشلت فيه؟ ايه يا شريف باشا مش انت قلتلي اللي انا جبت درجات ما شفتاش قبل كده؟ ما شفتاش اسوأ منها قبل كده انا الغلطان اني تصدرت الارد زيك صراحة اه اخص منصور زبطه يا شريف باشا لا لا يا شريف باشا اخص يا ابني يا حبيبي انا قلتلي اخوة كل ما انا خبطت يا فندم خبطت يا فندم يعني ايه؟ خلاص كده عملت اللي عليك طب افرض اني بغير في المكتب يا اخي وبتحصل معنا ساعات كتير منبات هنا انا قاسف يا سيد اللي هو مهم ايه اخبار الكائن بتاعك الارد وهو ده ارد عادي ده ارد متمكن ده قضوة في الارئدة الارد هو فيه ارد بيتكلم اساسا ده ما يتسماش غير كائن اسمه مسعد يا فندم مسعد واسحابه القريبين منه بيقولوله مسي مهم كده ماشي ماشي اصلا انا قربت قوي منه والفترة اللي فاتت ده متوقع طبيعي انك تقرب منه وهو يقرب منك لان عقلياتكم بتتناسب مع بعض وقدر اقولك ان التدريبات مسي خلصت خلاص اه يعني افهم من كده ان الكائن ده نجح في كل التدريبات بنجاح صاحك ده يا جاب اركام ما شفناش من ايام انوان 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 شخصيا اموال يا فندم ده مزل والله مزل ده نسائب الزمله في فيلت التدريبات مزهولين لحد دلوقتي ده حتى نصوهم احتاج ياخد اجازة اه يعني يعني ممكن نبدأ العملية متوكل على الله ونزرعه في المكان اللي احنا عايزينه من بكرة لو حبيت يا فندم خلاص ماشي بقولك يا شريف افتح ملف باسم العملية مو صحيح هنسمي العملية ايه انا بكترح العملية مزي العملية مزي مزي مساء الفل يا شريف باشا يا ابني ابوس ايدك بطل تتكلم بالطريقة دي انت هتشتغل في المهمة الرسمية مش هتشتغل دي ليفلي في حضرموت كنت عايز نتكلم ازاي يعني في المهمة دي ولا مو اغزة انا مش عاوزك تتكلم خالص في المهمة دي انا عاوزك تبقى ارد ارد دي على اساس ان انا سنجاب لا قصدي يعني ارد عادي ما بتكلمش يعني طب بص بقى يا شريف باشا فهمني بقى واحدة واحدة كده الموضوع ده بقى الله يخليه ركز معايا يا مسعد في واحدة ست اسمها مادام جينيا احنا شكين انها شغالة مع المخابرات الامريكانية الست ديت هتعيش عندها عشان تقولينا كل اخبارها هي ديت مادام جينيا اوبا هي ايه يا ولد هي دي مادام جينيا يا شريف باشا ما قلنا لك هي العب يا شريف باشا ترم نفسك وركز في الصورة كويس عشان تعرف شكلها عامل ازاي لو اغزعني يا شريف باشا اصلاها عاملة زي الناساوين اللي بتطلع في الافلام الاجنبي ما هي اجنبية اقول شكلها يبقى ازاي يعني بوس يا مسعد اذا فعلا مادام جينيا شغالة مع المخابرات الامريكاني يبقى اكيد متدربة كويس فانت لازم تاخد بالك وانت بتتعامل معاها ولازم تقول لنا كل الاخبار اللي احنا طلبينها منك انت فهم؟ اه 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 ركز معي يا ابني ماشي يا شريف باشا حلو كل ما انت بتقوله ده بس اه ابل القهو ايه بقى لو اغزع اي حاجا بتقابل من؟ بتشوف مين؟ اي حاجا مسعد اي حاجا ماشي يا شريف باشا تسعد جمعية حنان الحيوان في تكريم دفئة الجمعية مادام جيني وإداءها الدرع الجمعية للمجهوداتها العظيمة وسعيها الدائم لتوفير الحياة الأفضل للحيوانات في جميع أنحاء العالم تفضل يا مادام جيني شكرا بشكركم جداً وبشكر الجمعية وكل العاملين بها على هذا التكريم أنا دايماً بقول أنه شغلي في جمعيات الرفق بالحيوان ده مش شغل لا ده واجب علي هدفي كل حيوان في الشرق الأوسط يعيش حياة سعيدة أنا عارفة أنه الحيوانات في الشرق الأوسط عايشين حياة عيسة جداً عشان كده هدفي أني أوفر لهم أبسط الأمور المعيشية من حق كل حيوان في الشرق الأوسط أنه يأكل أكل كويس يشرب مياه نظيفة والأهم يتعامل معاملة كويسة الحفلة كانت جميلة الميوزيك is awesome بشكركم من جديد بشكر كل العاملين في الجمعية thank you وإحنا بالمناسبة السعيدة دي منهدي مدام جيني واحد من أركز سلالات الشمبانزي وأسكاهم بس ليه حطينه ليه حطينه في القفص ليه؟ عشان لو تلها برا القفص ممكن يعد أي حد ويهرب من هنا لا 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 مش هيعد ولا حيهرب ومفيش معلش افتح له الباب بسرعة يا دعوة تعلّا 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 تانكيو طيب أنا متشكّرة قوي يا عاصم مش هتطلع أتسلم على ماما؟ آه آه أطلع أتسلم على طانت أخ آه أنا نسيت أصلا أكيد ماما هتبقى نايمة دلوقتي آه طيب وقت تاني هتسلم على مامتك وقت تاني طيب أطلع أنا بقى مش عايز حاجة؟ آه أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع مهم يعني أنوها أنا كنت موعد ماما وخيلتي أن أنا مفتحش الموضوع آه بس الصراحة أنا زي ما تقولي كده جوية آه رغبة مجبوطة وأشعور مجبوط آه وعايز أصرّح لي بيها آه رغبات مجبوطة آه هو إيه الموضوع بالزبط؟ آآ يعني آآ شوفي أنا أظن أنه قطحان الوقت أن أنا أصرّح ليك ما بداخلي آآ كي يرى النور وكي يراه المجتمع اللي تنين آآ طب هو الحياة يا عاصم أنا الحياة كنت أتمنى أن أنا أبقى فاهمة أنت عايز تقول إيه أو تقصد إيه بكلامك آآ يعني لو لو الموضوع هيطول وهيحتاج كلام كتير فأنا أفضل أن إحنا نتكلم في وقت تاني علشان إحنا دلوقتي شكلنا بقى يعني مش لطيف آآ لا لا أنا أختصر يعني أنا أختصر أنت عارفة أن أنا أستاذ جامعة يعني أقدر أختصر آآ آآ شوف يا نوع آآ أنا وإنت عشنا آآ حياة آآ عملية جدا آآ بين العمل والدراسة والأبحاثة العلمية آآ وأظن أن إحنا ابتدين نغفل الجانب الآخر وهو العاطفة وده خلط يعني ما ينفعش نغفل الجانب الآخر من العاطفة أنا وإنتي خلص إيه ده؟ فيه إيه خلط لو لو الكلام غلط انسيه أنا قلتش حاجة لا 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 مش 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 لأنت بطوله ده خلط ده 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 الراجل ده بيرقبني يا عاصم أيوة أنا شفته بيرقبك إيه ما تبقرسية تظن بيه مال ومالنة ده أنا متأكدة الراجل ده دور وشه أول ما أنا شاورت عليه مع إنه كان بيبص عليه نحن أخو الله عاصم بلغي البوليس أنا ليس هستند عندما نكلم البوليس يلا يا عاصم انزل شوف إيه حكايته لا 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 انزل فين؟ انزل إزاي يعني؟ ده ليه خصوصية إزاي هتعدى عليها؟ ده ما فيش دستور في العالم لا محلي ولا دولي يكفل لي إن أنا هتعدى على حصوصات الغير آه محلي ودولي آه طيب خلاص خلاص يا عاصم خليك إنت في التنظير بتاعك ده وأنا بنفسي هنزل أشوف إيه حكاية الراجل ده خلاص يا نوحة خلاص أنا هنزل بس خليكي فكرة إن إنتي خلتيني أتعدى عن حصوات الغير وأخترق الدستور والقانون خليكي فكرة أنا أخترق الدستور ديكي فكرة ديكي فكرة مساء خير قوموا يا شبح نعم شبح آه أنا كنت عايز بطاقة تحقيق الشخصية بتاعنا حضرتك ليه وأنت أمين شرطة؟ لا 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 أنا أستاذ تحليل ودكتور مساعد في الجامعة تحليل وعايز بقى البطاقة بتاعتي عشان تعمللي تحليل شخصية؟ آه دا حضرك ودح ندم خفيف آه أنت الحيض تطلع عندكتب تحليل ولطيف آه آه لا حضرك نوحة بنت خلتي قالتني إن انت حضرتك بطر إبنة بقى انت بقى وابنت خلتك بتعطتوا في قلب العربية وعايز انزلتك التحقيق الشخصية أنا بتعدي الشعابس مش قوي كده يا من قط دي إيه إلي أنا بس محركش بطريد الكلام دي اتهزيم تكلمني كده يعني هتضربني يعني وإيه لو سمحت نزل إيدك ولو ما نزلتاش هتعمل ايه؟ يعني لو ما نزلتش ايدك ممكن تتعصب عليك تتعصب علي؟ يم 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 وريني شكل العصبية بتاعتك شكل العصبية؟ اه ايه مستوى الحور اللي احنا بكلم فيه ده؟ عاصم! امسكوا عاصم ما اتسبوه امسك ايه ده وولي مسكني ايه مستوى؟ عاصم عاصم ايه يه السيد وسيم ا PUMP هذا هو نهاية حقا نهاية حقا هيا 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 نقفل الباب ما تخافش ما تخافش تحانة تعالي اعتبر البيت ده زي بيتك بالظبط عايزك تاخد دراحتك عالاخر تمام I'm so happy yes I feel good so good so good oh استيلا 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 دي استيلا ما تقلقش استيلا دي بتهاوهاو على اي حد غريب بس بعد كده بعد ما تاخدوا على بعض خلاص هتحبها اوي زي ما انا بحبها بموتش يا استيلا تعالي هنا بي كويت كويت وريني لا 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 ايه ده ايه ده طوء معقولة كده معقولة طوء على رقبة حيوان رقيق زيك بحب ايه ده اى محبط اغاير غدومي على غدوذ طوء حسنا طوء طوء موسيقى 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 الا interdisciplinary time. ما ها قلت قلك من الاول ان كل الحاجات دي前 هيؤقت مسجتي مين؟ مسجتي اللي بيرقبك؟ مسجتي فين ده? وحدريتك ساخنة فين؟ طيب طيب انا جايلك دلوقتي حالة لسيارية الموضوع يطلع بجد. مع السلامة. الف مرح الاتفو، مشي 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 دي قطك ده سريرك اللي حتنام عليه انت كميلة طيب خلاص خلاص يساقي يساقي نام عشان تسحبها دي ونالحب نالحب 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 يلا باي يا الولاية دي مش هتأكلني ولا ايه والله العظيم يا باشا انا ما كنت باية بحد انا شغال بتاعديش وكان عندي شغلانة في العماية دي وقال لما حاجتي ومتوكل على الله لقيتك الاستاذ وبنت خلطه بيعطه في قلب العبية وهيهيه ومهيهيه وكلام ما ينفعش خالص لا 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 بحيف شت كامل يا ابني صراحة يا استاذ انت ماجدت مع بنت خلطه قوي ستستهل العط اصلي يا باشا دي الحكاية كلها فين الناس كنت شغال معهم دول هوا يا باشا وجل الفخم ده ايوا فاندم الراجل ده كان بيشتغل عندي في الشقة كان بيصلاحي للرسيفر والرسيفر اشتغل؟ ايه اشتغل الجابي الاوروبي؟ جابي يا فاندم الاوروبي ممتاز بعد اذن حضرتك يا فاندم ممكن اتكلم مع حضرتك كلمتين على جمد؟ أستاذ دالي انا اذنكم نوهم انت هكسبيني مع الواحدي؟ انا جايز اكون اساقت التأدير المردي لكن ده مش معناه ان مفيش حد بيرائبني انا متأكدة ان فيه دكتورة نوهم انا ممكن ااخدك دلوقتي وعملك بلاغ كازر بس انا مش هعمل معاك كده بس ارجوكي ما تكلمنيش في التليفون الا متكوني متأكدة من البلاغ اللي انت عاملها يا شريف بي فيه حاجة غلط دكتور مونير يموت بعد ما يكلني في التليفون بعدها ناس تجي من امريكا وتعرض علي شغل بمردب فلكي فلكي علشان اشتغل عندهم بعد كده ناس بترقبني في كل حتة بكون فيها مفيش اي حد برقبك انت لازم تروح للدكتور النفساني عشان هو اللي يرقبك اكيد انت عندك مشكلة في دماغك عن اذنك يا دكتورة اذنك يا زيدي يا ست دي جاية هنا تحبسني ولا اي يا ابس السودة دي يا الهبس السودة دي يا الهبس السودة دي ايه الحاجات الجميلة دي المي ميسي 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 لا لا انا مش عالا نلعب مع بعض مش دلوقتي عندي مشوار مهم هروحوا وبعد كده نيجي نلعب لو عايز اي حاجة تبقى انا بقول ايه يبقى ايه خلاص لو عايز اي حاجة ميسي 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 لا بنا نرجع لا بنا نرجع باي ميسي ايه ايه الحبس المنيلة دي وليه انا كنت وليه تحبسيني كمان سوداني على اساس النقرد يعني الادارة الامريكية بتشكركم جدا على تفهمكم لطلبنا مستر فاهم بعفو يا سيد مارك انا رجل قانون ودوري اني انفذ القانون والطلب بتاعكو اتقدم بشكل قانوني يعني ما اقدرش ارفضه ابدا تاكس مستر فاهم ممكن بقى نعرف ان قابل كارلوس انتك لا معلش من راح علي شوية يا سيد مارك اه المقابلة دي ده يمكن تتم اللي ما اعرف ايه الغرض منها اساسا اظن احنا وضحنا السبب ده في الطلب يا مستر فاهم اه بس الطلب بتاعكو مكتوب في انه الدواعي امنية مظبوطة وانا المفروض افهم ايه هي الدواعي الامنية دي دي حاجة تخص الادارة الامريكية مستر فاهم واحنا من حقنا من هلين شعله بس كارلوس مسجون عندنا هنا في مصر يعني من حق مصر انها تمنع المقابلة دي ورده مستر فاهم احنا متفاهمين تخوفك جدا واحنا علاقة الصداقة بين مصر وامريكا هدخليني اقولك السر بس ارجو ان هو يقعد بابنا وما يطلعش برا الهوذة دي وانا اوعدك يا سيد كيفين ان سركو في بير وبير ملوش قرار بس اذا كان السر ده يخص امن مصر البير هيرفضوا وينفزوا وساعتها هبقى مضطر اني يبلغ بيه كل الجهات المختصة عشان نقدر نواجهه فالقصد يعني عشان نقدر نواجهه مع بعض مفهوم مستر فاهم مفهوم هدرك عارف طبعا ان كارلوس كان بديه منظمة ارهابية قبل ما توبضوا عليه في مصر تمام مضبوط المنظمة دي نجحت انها تسرق مننا سلاح بيولوجي خطير جدا اسمه سي سكس وفعلا استخدمت السلاح ده مع الجيش الاوكراني بعد ما سرقت منهم واحد كان موجود في مخسن السلاح لعدهم لو السلاح ده فضل في يد المنظمة دي احنا مش عارفين ممكن يعملوا بيه ايه فان كده احنا عايزين نقابل كارلوس نتفاوض معه نتكلم معه جايز نوصل لاي معلومات تخلينا نعرف السلاح ده مخبينه فيه خرنام مضبوط بس انا معتقدش ان كارلوس يقدر يتصل بالمنظمة في الوقت الحالي لانه موجود في اقوى سجن مصر فالراجل اللي بيديني السجن ده اللي هو عبد الرحيم رجل لا يشق له غبار ويعتبر من اميز واحسن العناصر الامنية اللي موجودة عندنا في الشرطة احنا بنتعلق بأي دليل بس الفاهم هيك لازم تعرف اني لو السلاح ده فضل في ايد المنظمة دي هيبقى خطره على العالم كله اوكي اوكي يا سيد كامل خلص انا حرتب لك والمقابلة دي بكرة بالكتير ان شاء الله أيها الأسمي Euro الموزة المين? الموزة المين يلا يلا تسكت 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 hovering هم 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 لازم تقول كويس كل الموزة ايوه يامممè لا لا إذا سمحت حضريلي شنطة السفر الصغيرا هسفر كمان شوية على فين كده إن شاء الله من غير شر؟ أليكزندريا آه أوروبا بيقولوا عليها جميلة طب على خير تلا أحضر لك الشنطة الكبيرة بقى أليكزندريا سكندريا يعني هنا في مصر آه سكندريا والنبي وحشتني قوي يا مادام سكندريا وأيام سكندريا سكندريا ماريا وتربع زعفران عارفة يا مادام أنا زمان كنت شغالة عندي ناس محترمين قوي كان دكتور كده ومراته وأولاده زي الأمر كل ما يروحوا سكندريا في أجسة الصيفي ياخدوني معاهم وكان عندهم شقتين واحدة في العسافرة بتبص على بحك والتانية في المعمورة بتبص على السمك إلهام 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 حضر الشنطة وبسرعة طب يا مادام جيني كده لما تسافر إن شاء الله من غير شر والقلب داعيلك طبعا مش هتعوزيني في حاجة أروح أنا طيب يا إلهام طيب روحي وارجعيلي بعد بكرة أنا حرجع بكرة طب والحقي وانا تجيب أمين حيأكلهم أنا ممكن أأكل السلة لكن القرد دا أخاف منه يجيب للإيدز وبعدين الإيدز لما بيجي للواحد يمقى يا رحمن يا رحيم دا أنا مرة تفرقت على فيلم الحب في طابة خلاص إلهام دا واشتيني دا مش قرد دا مسموستي أنا حأكل مسموستي أنا حأكل السلة ما تقلعيش طيب أحضر لك البلوزة الصفرة ولا أحضر لك البلوزة الخضرة آه ما هو الجو في اسكندرية برد خالص غير البرد هنا الجو هناك غير هنا هناك يجيب العط جرا يا سميسي أنت يا إخوية تاكل الموز وتزقلني بيه ما يحكمني سميسي آه دوتا أينكيو أشكورك دي راي غاي راي غاي جبي فعف جبي فعف أنا مبهور جدا بالإمكانيات لي في الواحدة دي مستر باهيم I'm really impressed السجن ده تحت قيادة سادة الليوة عبد الرحيم مجهز بأعلى الإمكانيات Good work general شاكر ده حاجات صغيرة هو كارلوس محتول فاني زنزالة من دول لا كارلوس مش في أي زن تانى من دول وعلى فكرة الزنزالة بتاع كارلوس بتتفتح ببصمتين بصمة إيد وبصمة عين أصدحنا المصريين بنقول زيادة الخير خيرين عشان كده عملينها ببصمتين من باب التأمين ولا إيه يا ابن رحيم تمام يا فاني مستر كافن جاي يزورني في محبس المتوضع عرفت منين إن أنا جاي لك بنفس يا كارلوس أصلي حلمتي بيك النهاردة وأنا أحلامي ما بتخيبش أبداً أه أنا آسف آسف إن أنا مديك وضهري بس زي ما أنتوا عارفين الوردة من هاش تخرف طيب إحنا مش هنلف وندور كتير على بعض هنخش في الموضوع على طول أنت عايزي دعني يا عايز كام أنت جاي طبعاً في الزنزانة ولا إيه يا مستر كافن عايز كام عشان ترجع لي سرقته الله دا أنت جاي بقى تلزق فيها تهمة أسرق إيه وإزاي بس ما أنا قدامك أهو دا أنا غلبان ومسكينهم لا أحفز زنزانة ومفيش في إيديها أي حاجة عاملها خالص السي سيكس اللي عندنا صور لمساعدة بتاعتك ماري وهي متورطة في سرقته وبعدين وهي بتحاول تسرق مخزن سلاح في أوكرانيا ماري؟ آه ماري بلادي ماري مش دي كانت دراعك اللي مين ولا إيه لا دراع اللي مينه مريش هزار باي يا حكالوس قولينا طلباتك طلباتي؟ أنا مليش طلبات خالص أنا كل اللي بطلبه بالدنيا دي دلوقتي إيه إن قضي بقية حياتي هنا إن بيس جوا الزنزانة دي وصل لي للرب إنه هو يغفر لي زنوبي كلها إيه؟ على الله يسمعني أمالي بتعملوا ماري برا ده اسمه إيه؟ ماري زي ما أنت بتقول يا مستر كيفن كانت المساعدة بتاعتي كانت المساعدة بتاعتي روح أسألوها هي شو هي اللي بتعمل إيه بالزبط؟ زي ما أحبابنا المصريين بيقولوا إذا تاب المعلم الصبي بيدور على معلم غيره بس إحنا ما بنقولش كده خالص بنقول كده عبرحيم أحيانا أنا مرة ولد عبرحيم والله لو أنتوا بتقولوا إن ماري بتسرقكم وروح أسألوا ماري شوفوا هي بتشتغل مع مين؟ لكن أنا جايين تسألوني ده أنا غلبان ومارمي قدامكم هنا في زنزانة بس إزاي أقدر أقولكم على أنتوا عايزين تعرفوا مني إزاي؟ ما يمكن حلمت بيه ولا حاجة ده أنت مكشوف عنك الحجاب يا كارلوس ده أنت فضيع ومش فضيع عالي ده أنت فضيع متمكن ده أنت قدوة في الفضحانة لا يا فاهيم باشا دي بالذات محلمتش بيها واضح إنه ما فيش فايدة ها؟ مع السلامة يا مستر كيفن تبقى تشقر ها؟ ما تقطاعش قاتينا هوا بقى يا نهى ركالنا في مكان أمان محد الشي قدر يجبنا فيه أمان إيه يا عاصمة إحنا في نص الشارع؟ تنص الشارع إحنا؟ ريلا الله، ما أنا إلي حسيت إن إحنا من كدر في أمان؟ قريبة جداً مستنى يا عاصمة مستنى أيوة سيت النخيم أيوة إحنا وصلنا مطرح وحضرتك قلت الركننا خلاص أيوة هو ورانا وركن كمان أنت وصلت؟ أيوة وصلت وركن وراء دلوقتي منازل اتكلم معاه واخد بياناته علشان أثبت لك يا دكتورة نوها كل اللي أنت بتقوليه ده والتهيوات في دماغك حضرتك هنا مستاني حد؟ هو الانتظار هنا ممنوع؟ أرجوه تجاوب على قد السؤال ليه هو أنت شرطة يعني؟ معاك النقيب شريف عبد الرحيم طب حضرتك ممكن توريني الزباط شخصية؟ آه يا زمن بقى أنا متسألة على الكرنيهات بكرة اسألونا عن شهادة الميلاد اتفضل يا الشيدي يا عبد الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف ترجمة نانسي قنقر هي مريم إيه السودة؟ السودة العربية ده إيه؟ فيه؟ شكلها الولية صحبة الشقة جد والية؟ ايه صحبة القاعة اللي احنا عدين فيها ده يا له أخوي يا أخوي مستاني إستانيه أو عد سابني أو عد سابني لوحدي يلا يا بيت ما تسبنيش لوحدي أخوي تعال استاني عشر ما أجي معاه ماذا حدث هنا؟ دي الليلة حبي من نينا نينا من عمرنا دي الليلة يا ست جيني يا ست جيني خد الميا يا ست جيني مش عايزة ميا طب هدي طب هدي يا ست جيني وأنا هحكي لك الحكاية كلها بتتكلم بتتكلم ازاي هو انت عفريت عفريت يا ست جيني ولا عفريت ولا حاجة انا قردي زي زيك بالزبط لأ قصدي يعني بتكلم زي زيك بس انا قردي عادي والله بيتكلم بيتكلم ازاي كده دي حكاية طويلة اوه يا ست جيني عايزة اسمعها عايزة اسمعها انا ما اعتقدش ان انت هيبقى عندك وقتي يعني انك تسمعيها لأ عندي وقت ها عندي وقت و حاسمعها طب استاهدي بالله بس كده وهدي ونامي ولما تصحي هبقى حكاية ها 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 الزهد أزاي وانا ما زاي وأنا عايشة في البيت مع واحد أرد وأرد بيتكلم والله الأرد ده لعو عملك مشكلة أنا ممكن أمشي من هنا يا ستجيني لا 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 مش هتمشي هم أنا حسمع وأنا اللي حقرر تمشي ولا تقعد يعني أنت مصممة يا ستجيني أيوة أنا مصممة حاضر موسيقى مهمة جدا لازم توصل للإدارة يقود لو سمحتي أنا سبايسي جر 4600 الباسورد أنا باربي جر إن باربي ورد لايف إن بلاستيك إن بلاستيك إتس فانتاستيك إيه المعلومة المهمة اللي عايزة توصليها للإدارة؟ أنا اكتشفت في مصر إرد عند القدرة على الكلام لو سمحت عيد المعلومة؟ زي ما سمعت اكتشفت في مصر إرد بيعرف يتكلم وهو تحت إيدي دلوقتي بيتكلم بيقول ماما وبابا وإقح وكده يعني؟ ناوو زي وزيك بيتكلم أنت متأكدة أنك سبايسي جر 4600 بقولك إيه؟ المعلومة دي مهمة جدا ولازم توصل للإدارة وبحملك كامل المسؤولية ناوو 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 أيوة يا شريف باشا مين معايا؟ أنا مسعد يا شريف باشا مسعد؟ أيوة يا باشا أنا مسعد مسعد أنت إيه يا حيوان اللي أنت عملته ده؟ تقلب بيت مدام جيني الزريبة يا تربعة الزراهب؟ ليه الغلط ده بس يا شريف باشا؟ وبعدين مش تفهم اللي حصل الأول؟ إيه اللي حصل يعني؟ ما تقلقش عدت على خير يا شريف باشا عدت على خير إزاي يعني؟ وبعدين استنى هنا إيه النمر اللي أنت بتكلمني منها دي؟ ده موبايل مدام جيني أصل الطوق بتاعي فصل شحر وأنا ما عنديش أي جهاز كمبيوتر عشان أشحن عليه إنت مجنون؟ بتكلم من تليفون العنصر اللي إحنا من رقبه؟ إنت عارف إنه ممكن تليفون ده يكون بسجل المكالمات؟ طب أنا قلت حاجة غلط إنت عارف إنك كده بتعرض العملية للخطر؟ على فكرة إنت اللي قلت أنا مليش دعوة طيب مش هينفعني كنا في الموبايل دلوقتي استنى يا شريف باشا أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة أول أنا عتصرف وأعدي عليك بكرة عشان ناخد راحيتنا في الكلام هتعدي عليها إزاي يعني؟ أنا بياك أنا بياك أنا بياك أنا بياك او العبيد دك يحتى يعني إ TONERぁ بب اتفضل يا شريف باشا يا آلال، سهلا ششش تعال يا شريف باشا، تعالا ما تخافش اتفضل يا شريف باشا هو رح فيه خش يا باشا ماعم solche فاكت مولوا مدمجيني اسم الحرك بتاعها سبايس جير فور سكس مدمجيني تلقى تشغلها في الدعارة يا شريف باشا دعارة ايه بس انت يا ابني انت فور و سكس ده اركابه مش كرام اه يعني اربعة وستة والله انت فهم غلط بس اسكت اسكت بس تفتكر مخابرات الامريكية همها في ايه انها تعرف معلوم ان فيه ارد بيتكلم في مصر هو انا افتكر ليه يا شريف باشا هو انا اللي زابط اه صح على عموم انا لازم ارجع للإدارة دلوقتي عشان نفسر كل المعلومات اللي انت قلت هلنا بس برافو عليك يا مسعد انت كده اكدت لنا ان مادام جيني شغالة في المخابرات الامريكية ايه خدمة يا شريف باشا قولهم بقى يزودوني في المكافأة بتاعتي وينقطوني يا ابني ما تبقاش مادى كده ومتخنقنيش مهنك واشحن الطوق بتاعك وكلمني منه فاهم؟ اوامر يا شريف باشا بس شريف باشا انا عندي سؤال زنقني كده ولا مؤغزة فادل اسعب هي القنبوبة دي ليه؟ يا ابني انا متنكر في غاية واحد بتاعنا بيب يا باشا ده غض الطبيعي دخل عندنا في نزلة السمان مش هيخش هنا انت مالك انت هتعلبني شولي ولا ايه؟ ركز انت بس في شغلك وبطل فداحة انت بتعملها دي انا همشي ماشي؟ يا شريف باشا يا شريف باشا الانبوبة ينهرسوا الانبوبة الانبوبة هلو ميسي هلو ميسي تبتعمل ايه؟ اه بتتفرج على الكارتون انت بتحب الكارتون؟ والله يا ست جيني دي تسليتي الوحيدة حبيبي انا عندي مجموعة افلام الكارتون المهولة خلاص بكرا نقعد مع بعض ونقعد نتفرج عليها والله ايه؟ هم؟ حلو اوي اه المهمة دلوقتي انا عايزاك في موضوع مهم جدا خير يا ست جيني عايزاك تسافر هسافر؟ هسافر فين؟ ايوة تسافر بتروح امريكا امريكا ايه يا ست جيني؟ تحاس توديني السرك هناك ولا ايه؟ نو 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 سرك ايه يا حبيبي لا 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 يا ميسي انا زي ما تقول كده عايزا بعتك لجماعة اصحابي انا بشتغل معاهم الجماعة دول؟ هم؟ عندهم مجموعة منظمات للرفق بالحيوان اه ايو ايو اه 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 ازي ما تقول كده حايزيني تعرفوا عليك يفهموا شوية معلومات عن حياتك يعملوا عنك شوية ابحاث كده عشان يعرفوا القدرة اللي عندك دي حتى انت يا ست جنة اعيدت ببعيني وتستغليني كمان لا ميسي دون توقع بك ذات ميسي ده بزنس وبعدين المقابل كبير كبير ازاي يعني انا معرفش على الكبير ازاي يعني بس ممكن ااكد لك كده احنو نستاهل يوه ست جني بس امريكا دي يعني اروحي اناك ازاي واعد اناك ازاي يعني ست جني يا سلام وانت عايش هنا في مصر ازاي ما انت قلتلي انك تعبان ومش طايق لا استجيني استماصر دي لففها وعرف دخانيها كويس قوي استجيني اه ميسي انا عايزك تطمن تطمن الجماعة دول هياخدوا بالهم منك كويس قوي وبعدين خلاص انا حجسلك الطيارة اعمل حسابك حتسافر يوم الخميس اللي جاي مارك احنا عايزين نكسف المراقبة على الدكتورة نوها عايزك كمان تفرغ لي كل اليميالات بتاعتها وتعرف لي كل حاجة عن ناس لها بتتعامل معهم كل ده حصل باستر كامل ومتفرغ عندنا بالتفصيل لوصلتوا لحاجة؟ مفيش حاجة تذكر غير بس انها عامل اعلان عايزة تشتري في قردة تعمل عليه تجارب وأبحاث بطول انها تفيد بي البشرية بشكل كبير دي اكيد بتادي بتشتغل على البحث على الدكتور مونير نو مستر كامل عامل الاعلان ده قبل ما الدكتور يكلمها بفترة كبيرة طيب عموما وصلتوا لحاجة معا يعني؟ زي ما حضرتك امرت المراقبة رجت على الدكتورة نوها وبشكل مكسف بشي مارك احنا عايزين نخلص من موضوع البحث بتاعة الدكتورة نوها ده في اسرح وقت ممكن عايزين كمان نبتدي نشتغل على المصر ده بشرعة بعد ماري وكارلوس والمجموعة ابتدوا يستغلوا السلاح واحنا لو معرفناش نسيطر على الموضوع ده دلواتي ممكن ندخل في مصيبة كبيرة جدا طيب وانا اصرف معا ازاي بعد ما رفضت الشغل معا دا ما هو الموضوع بعد كده مش هيبه فيه اختيارات خالص مش فاهم مسر كامل انا هفاهمك كل حاجات معا ده شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك انا كمان يا مارك هل تعتقد انه يتكلم عربي؟ قل لي خلا يتكلم عربي اكيد هيتعلم اندريزي يعني الشامبانزي اللي بتعطيته سبايسي جرل اتحرك من القاهرة وحيكون في امريكا بعد الساعة مستر كافن رائد كارل اول ما يوصل خليهم يبعتول المعامل عندنا يعملوا الاختبارات بتاعتهم اول ما التقرير بتاع ويجاس ابي هاتي شكرا لك شكرا لك انا صبح طلبت قهوة كده من البوفي من ساعة تعريبا يعني اوكي شور ايجا لك لا عايزك ترفيديهم كلهم من بكرة تجيبي طعم جديد شور مستر كابن اسكوزي شكرا لك 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 اشتركوا في القناة 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 يلا يا سياد تلوة يلا يلا حبيبي سيبها يا سياد تلوة هدفتيك هدفتيك يا عمي مشي بقى واجعت لنا تماثن يلا بابا رغلي ما نخولي يا ده بص يا سياد تلوة احنا نروح نتفرج على الفيلم وننسى كل اللى حصل ده يا سلام عليك وانت راي وهادي كده يا بابا فضل يلا بينا يا بابا يا بابا حرام عليك يا بابا اني بتجيب تحت الكلان ايه اللى وقف الكلب ده هدف اجري هيا يا بنتي طمنيني وصلت لايه ايه ده يا فندم هو الشيف ما قلش لحضرتك انا قلت له ان انا قدرت توصل للتركيبة بجد ثيوريتك لي يا فندم نظريا نظريا اه وانت ليه ما قلت ليش يا استاذ الصراحة كنت اعملها لك مفاجأة مفاجأة اه المهم يا فندم انا عملت تجارب على عينة سياد تلوة والجود نيوز ايز ان نتائج طلعت مبشرة ممتاز يعني نيه ده ننتج منها كميات يا شريف من فضلك استناني انا جاي في الكلام ما تستعجلش الله ما تخلي عدك دم يا بني ادم تنزل تلوط بقها يعني سيبها تتكلم رحيطها يا اخ وانت ما بتصدق ولد انا اسف كملي يا فندم انا عشان اقدر انتج التركيبة دي لازم طاقة كبيرة جدا الكهرباء يعني بالضبط يا فندم طيب ايه المشكلة المشكلة يا فندم ان الكهرباء اللي موجودة في البيوت ما تكفيش انها تشغل الجهاز اللي بيعمل بوندنج ما بين العناصر الكيميائية وبعدها البعض اه اه انت افهمت حاجة من البتون اه طبعا جيمس بوندج ده حبيبي بوندجي حبيبك مينة جال عندك بالصراحة انا مش عارف اي حاجة بس شكل كلامها ممتاز اين مهم يا فندم طب اه ايه المطلوب منينا احنا بالضبط انا هقول حضرتك يا فندم انا عشان اقدر انتج التركيبة دي بكميات كبيرة انا محتاجة لطاقة كبيرة جدا والطاقة اللي في البيوت ما تكفيش فانا محتاجة اني استخدم محط الطاقة لمدينة كبيرة مثلا مهم محلولك انا اعرف واحد صاحبي في الوزارة ممكن اكلمه يخلص لنا الموضوع ده وانت يا شريف لازم تروح تخلص كل التصاليح اللازمة لا 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 انا ما بحيبش اروح مصالح كومية خالص وانا بسألك انا بأمورك وبعدين بقولك الموضوع مش لازم يخرجوا عننا احنا التلاتة وصاحبي ده لاني بصخ فيه فاهم ولا مش فاهم اكيد يعني ايوه طبعا ما تقلقش عندي حاجة تانية تقولين لا يا فاندم خلص خلصت كل كلامي الله اتفضل يا فاندم لا والله اتفضل حالك في الاول مرسيب انا شريف مهندس ديكور ساكن في المعمورة احنا وانا فؤاد فنان تشكيلي تبت خلينا نشوفك يا راجل واحد ببيتصدق يلاقي مع سكان محترمين في العمار اكيد يا فاندم اتفضل اتفضل حضرتك شكرا شكرا راجل يا ابن حلال شكرا راجل شكرا راجل شكرا راجل بيوصلنا الجهاز وخلاص مش حعرف مش حعرف ليه قلبي مقبوض مش مقبوض عادي لا ده مقبوض متمكن ده قدوة في المقبضة يا ربنا يستر اهو جاء شكرا راجل شكرا راجل شكرا راجل مش هكرا راجل بس هدلا حيحل المشكلة كلا يا ده دوّحني دوّّخك انت جريب لي واحد مسجّل يا انا خالى فيه سكة يا فاندم أنا كده جاهزة وأنا كده فل يلا على بركة الله جاهزة وفل يلا السلجة السلجة A priori يا شرياء يا شرائف YASHE POP YASHE يا خلص انت انشى تاني! انشى يوم تاني! ايه يا نوخة قابلتي؟ تؤمنيني للأسف يا فندم الكمية ليست بالإنف؟ ليست بيه؟ بالإنف يعني؟ يعني غير كافية بالكاد نقدر ننتج عدد اتنين كبسولة فقط اتنين؟ ما فقط؟ نجحة صح يا فندم! يا فندم! ودي الكابسولة ايه ده؟ هو البلح الزغلول طلع؟ اخيرا انا متفايل جدا يا جماعة ابوس ايدك ابوس ايدك كفاية تفاقل انا بتشائم من تفاولك ما تلاقش يا فندم اهم حاجة بس نعرف نتنا على سيادة اللي هو هيبلع الحباية حد بين ده؟ مناور عبر حيم يا اخوي ده نورك اودة انا وحيد سياداتكم علما بانه مش هيبلعها ايوه امال هندهاله ازاي يعني؟ ندهاله؟ ايه ندهاله دي؟ انت اللي حتدهاله؟ ده ابوك وانت اولى بيه ربنا امر بالسطر يا ايه يا شريف بيه؟ انت ما كانش بيجيلك سخنية وانت صغير ولا ايه؟ ايوه اكيد طبعا كان بيجيلي سخنية بس ايه علاقة الموضوع ده؟ يا نهاري سويف ده انت هتتعبنا معاك قوي تعالي 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 لا انتوا كده بتضماره علاقة اتقب بابنه لا حول الا قوة الا بالله اللهم طولك اروح الصبر من عندك يا رب يلا يا شريف بيه خليك جدع خش الدهاله بقى يلا طبعا كل اللي يهمك الفلوس مش هينفع يا جماعة مش هينفع وايه دل مش هينفع الله وهو الدل اللي هتاخده هينفع ان شاء الله يا ليد كان ينفع فضل معي يا س د Stream خاضين عني والله فضل استنى لما ا أفصل السكينة سبعا افصل اعلاني كعمم ايش لازلوا اهههههههههههههههههههههههه shirt انا انا مع اصحار انا افصل مع اصحابي هم قوتي نحي نانك مسيو هاااااااااااا 데atro هاااااااااااااااااااااااا مش هتأخر عليكم براحطة الوادي المملة ده بس هجعلوكو تاني يا عم بقى خلصتنا جود لك خوش يا بقى تاني يا رب متأكد انها مرتبعش تشرب شاي لقى بعد اللي شفته في اينك متشكر أعفيك طب ايه؟ فيش حاجة علينا؟ موسيقى يا ست اللي وهب انت فهمني غلط ستانيا انت فهمني غلط والله لازم انت فهمني انت صنع باوي كده انت عملت يا دكتورة مرسوا 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 كده مرسوا مرسوا كده قمكون؟ ايه 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 يا شريف وانت اللي خدتها ولا ايه ايه الله 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 هيه سمعت في ودنك ايه اه اه الحمد لله قعدته احسن ايه فهي اه ليك وحش اه اه ألف ممروك يا سيادة اللواء الله ينور يا دكتورة الله ينور بسم الله الرحمن الرحيم اردو بيتكلم ايه 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 اردو بيتكلم ايه ده موضوع يكون شرحة يا دكتورة ها حكيلك بعدين ايه ايه بس ايه اردو بيتكلم ازاي مش مهم يا بابا المهم انت راجعت لمنا بالسلامة ايه يا بابا ايه ألف ممروك يا سيادة اللواء بسم الله الرحمن الرحيم اردو بيتكلم اردو بيتكلم ازاي في عيامك اردو بيتكلم ازاي في عيامك مش عارف احسس اني ضايخ ومصدّع معلش يا بابا تعال قمصت رايح شوية بابا؟ ما انا عندي زيّك اسمه شريف ظابط اخيراً الدكتورة عمل التحرج بخصوص البحث انبارح رصدنا تجربة من محطة كهرباء كانت تحت اشراف المخابرات الواضح ان البحث دخل مرحلة التجارب بس المشكلة مفيش طريقة انوصلوا بيها فيش طريقة ازاي؟ مساعد فين؟ أبرينتي مساعد مشواغة حريته في المعمل طيب بص يا كارول احنا جايز مش هنعرف نوصل للبحث بس ممكن نوصل لصاحبته لو عرفنا احنا بعدها شوية عن مخابرات ونستفاد من المعلومات اللي عندها ممكن ما نحتاجش البحث ده من أصله فالدكتورة دي لازم تبقى تحت ايدينا وفي أسرع وقت ممكن ايو بس الموضوع ده مش سهل ونيد بلان كل حاجة عمامول حسابها كارول انت عارفها شغري كويس يعني الخطة دي هتتنفس خلال 48 ساعة خليكوا جاهزين قولوا المسعد ان احنا هنحتاجه وانا هبلغكم التفاصيل اول بقول شور ميسر كارول تانكيو كارول فاهيم بيه انت ازاي يا حيوان انت تخدش عليا من غير ما تخبط في ايه بس يا فاهيم بيه ديت برضو مقابلة تقابلني بيها وبعدين اخبط عالباب ليه هو فيه بيننا الكلام ده يا راجل اه ده على الاساس ان احنا كل يوم بنقعد على القهوة نشايش انت عيل ما عندكش ريحة الدم انت بس تليجز علان عشان اتخضيت لا ده انت فايق ورايق بقى وانا مش فضيلك خدش في الموضوع عايز ايه بالزبط انا وصلت لحل المشكلة اللي كان محيرانة من البارح اسطر يالفت اسطر اسمعلي بس يا فاندم نوها قالتلي ان فيه جهاز كده غريب مش عارف هو بيعمل ايه بالزبط الجهاز دوت عند المخابرات الامريكانية ايوا انا كررت ان اجيب الجهاز دوت من قلب المخابرات الامريكاني واجيبه على مصر انت عريت يا لا ليه يا فاندم ده جزائي ان بضحب نفسي في سبيل البلد اه ما انت طول عمرك فدائي ومش فدائي عادي لا ده انت فدائي متمكن ده انت قدوة في الفداء يا ابني مش هتبطل افلام جيفسي بوندن انت بتتفرج عليها دي عايز تخش جهاز المخابرات الامريكاني عشان تجيب منه الجهاز بتاعهم اللي انا عايزينه تفكر نفسك ايه ده انت لما بتيجي تدخل الجهاز بتاعنا هنا انا بعرف انك دخلت وانا قاعد على مكتبي وفيها ايه يعني عادي جدا يعني طب والعملية اياها فاكرة العملية اياها لما كلفتك ان انت تقبض على ابن المعلم السويسي رجعتلي بملابسك الداخلية والبلد كلها بتجري وراك خلاص يا فاندم كفية ولا ملف قضية التخابر اللي انت كنت مسكه مسحت بياناته كلها ونزلت بدلها اللعبة اياها بديت بتاع السوبر استرايك عشان تلعب مع اصحابك شبكة عالجهاز الجهاز بتاعنا الصراحة مش فاكر وعلى فكرة لو المعاملة هتستمر بالطريقة ديات انا ممكن اقدم استقالتي عادي جدا لا يا شريف لا يا ابني او هتعمل كده انا ما اقدرش اعيش من غيرك تستقيل ده يبقى يوم المنى يبقى يوم الساعة ساعتها تبقى انسان بجد انسان غير عادي انسان متمكن قدوة في الانسانية من الاخر يا شريف يا ابني يا اما انت تستقيل يا اما انا اللي حستقيل خلاص يا فاندم على غلطان استغفر الله العظيم يا رب يا شريف انا مش عايز احبطك انا عايز افهمك ان الحكاية مش بالسهولة اللي انت بتفكر فيها دي لازم لازم نعمل خطة محكمة عشان الموضوع مش سهل يا شريف عاوز خطة قولي عاوز خطة فيها ايه يعني ماشي شريف عايز خطة عندك خطة؟ لا بس من النهاردة ان شاء الله هتكون عندك في المكتب ايه ايه ايه.. هو قا.. قانا.. قانا.. سيكي احنا عندنا خطة جديدة تسدرها يا رب؟ اسمع يا حيوان دلوقتي فيه قرار من القيادة بخطف الدكتورة هتخطفوها؟ ايوه.. فيه مشكلة؟ لا 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 فيش مشكلة خالص تفضل يا أستاذ ربنا معاك وعيش وانا بكلمكش تدعينا انا بكلمكش عن احتاج مساعدتك التنفيذة يتمر في الثالة 48 ساعة وعنبلغك بالتعليمات في الوقت المناسب ماشي يا أستاذ مارك يبقى اكلمني اقول لي امتى سلام انت دلوقتي في حاجة يا شريف باشا؟ هو إيه اللي في حاجة؟ مش دولة الامريكان؟ كان بيقولولك ايه؟ لا مفيش حاجات كده عن الشغل وحاجات كده رايح انت بس مش حاجات تبعك شغل؟ ده على اساس ان يزميلك في المدرسة انت يا حيوان كان بيقولولك ايه؟ يا عم كانوا بيسألوني على الموضوع التجربة والحاجات اللي حصلت فيها هم عفوا؟ هو قد كنت قلت له ما هي حاجة يا عم حلومي انا فاضل واجع الدماغ دوت ما تولعوا كلكوا في بعض طيب مالولكش ايه حاجة تانية؟ اه قالولي حيخطفوا الدكتورة نوها؟ ايه؟ الدكتورة نوها دي اللي هي انا؟ استاني يا نوها بس دلوقتي قول قالولك ايه بالزبط؟ واضح ان هم فقدوا الامل فيا الحمد لله يا رب الحمد لله يا مهر يا سويد وانت حضرتك مبسوط قوي كده هنعمل ايه دلوقتي؟ هو قيل هنعمل ايه؟ انت اللي بتسأل هنعمل ايه؟ مش انت عاد تقولي كلام كبير بقى احنا في مأمن والمكان متأمن وحاجات كده؟ ايوا طبعا مكتسبيني دلوقتي يفكر بيهدوك؟ بقولك يا شيف باشا مش انتوا كنتوا عايزين حد يخش جوا المخاورات الامريكية ومش عارفين ازاي ايوا يا سيدي لازم تفكرني يعني خلاص بيت زكي وبتفكر اسمع بس مش انتوا كنتوا عايزين حد يوصل للجهاز دوت ايوا يا سيدي اخلص مش هم عايزين ياخدوا الدكتورة نوها عندهم في المخابرات الامريكية ايوا يا زفت ايه علاك الدب ده؟ استنى خلاص يخطفوها وكده عنا يوصل للجهاز وهو المخابرات الامريكية وتعمل التجربة اللي انتوا عايزين تعملوها انت تسكت خالص وانت يوم ما تقرر تفكر توديني انا في دهيا؟ تصدق فكرة بمليون جنيات يا مسعد انت ازاي دي؟ بمليون جنيات؟ هي ايه دي؟ فكرة ايه اللي بمليون جنيات؟ انت هتجان انت كمان ولا ايه؟ مدفوق بقى؟ استاني يا نوه دلوقتي ما تقطعيش حبل افكاري حبل؟ لا لا من ناحية الحبل انت اصلا مستلموا دايب على فكرة انا ماشية قال يخطفوني قال وشايفاني في دفاير هي ازالت ولا ايه؟ بس حلوة الفكرة دي ها ايه اللي اخبار يا دكتورة؟ ها؟ اه الحقيق يا فنطن مكدبش على حضرتك يعني انا قلقانة جدا ومتوترة وفي صراحة انا مش عارف انا بعمل ايه ايه يا نوه انت مش قلتيلي انك موافقة؟ انت تخرص خالص نوه يا بنتي انا مش عايزك تيلاقي خالص طبعا انا حفهمك كل حاجة مش معقولة حنسيبك كده يعني طب خير يا فنطن خير اه قبل ما اقولك على ايه اللي مطلوب منك في حاجة مهمة لازم افهمهالك وتحطيها وحالة افودنك الكلام اللي هيدور بنا هنا ده هيبقى في غاية سرية مفيش اي مخلوق على وجه الارض يعرفه ولا حتى اهلك يعني ايه يا فنطن وكأن حضرتك بتقولي ان انا اسيب اهلي تحت الانطباع ان انا مخطوفة بجد ما انتي هتكوني مخطوفة بجد مش هتمزلي يعني لا تمنتني تمنتني جدا مرسي كلمة تانية تطلع بره من نفسك يا شريفة ماشي شوف يا بنتي انا عارف ان المهمة مش سهلة بس ده هدف سامي ولازم كلنا نضحي عشانه اهم حاجة ما تنسيش كله في غاية السرية كلام جميل يا فندم كلام معقول مقدرش اقول حاجة عنه بس انا برضو ما زلت مش فاهمة انا مطلوب مني ايه بالزبط انا اقولك يا دكتورة المطلوب منك بالزبط انك تتجاوبي مع الخطة اللي هم راس منها يعني تمثلي عليهم انك اتخطفتي بجد وترفضي اي تعاون في الاول اه يا فندم بس حضرتك انا ما بعرفش امثل هتمثلي عشان خاطر مصر يا دكتورة نوحة اه يا فندم طبعا مصر على عيني وعلى راسي بس برضو يا فندم انا ايه اللي يضمن لي ان هما مش هيعملوا فيي حاجة دول ممكن يقتلوني وقعدني يا فندم انا بالفعل بتادي تجيلي هلاوس من مسلسلات استاذ رقفة الهجان وخالتي بتسلم عليك لا 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 شيني كل الهلاوس دي من دماغك خالص صدقيني هما مش هيقدروا يقذوكي لانهم عايزيني وصلوا للمصل ده باي طريقة وعارفين ان انت الوحيدة اللي علفة طريقة انتابه طب يا فندم يعني هل ده معناه ان انا اعمل معاهم الدوا بجد؟ اه مش كده بالزبط طبعا احنا هنديكي نسخة وهمية من البحث تشغليهم بيه تكسب بيها وقت لغاية ما نقدر فعلا نوصل للجهاز اللي احنا عايزينه ما بتهالي كده الامور واضحة يا دكتور انوا هااا اه فهمتي يا فندم الحمد لله انك فهمتي عرة بل الموضوع مش هيقد مني وقت كتير غالبا مش هتحتاج لتعمالي كل ده طبعا طبعا حرا ايه يا عم انت كمان عايز ايه موسعد انتنسيت نفسك اه لا مؤاخذة يا سيزمارك اصلا جيت كده فوقت مش وقتك يعني مش فاهمك، مهم، انت جاهز؟ انت جاهز احنا هنهزر لا يا عم بتكلم بجد جاهز بالفلوس؟ بالموني؟ القبايج يا عم؟ الفلوس هتوصلك لما توصل انت والدكتورة امريكا موسعد، ركز معي عايزك تنفس كل التعليمات اللي هو لعلك بالحرف الواحد التنفيذة يتم بكرة بكرة؟ هم مستعجين كده ليه؟ لا 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 لا، انا لسه مش جاهز هو قالك ايه بالزبط؟ قال لي ان هو بكرة قبلها هيبلغني بالمعاد طب ايه العمل؟ ما لكش اي تفاصيل تانية؟ يعني مثلا هيخش المعمل ازاي؟ يا عم دول مجانين يا عم خلل بيقول اللي هو ايه يعني عايز يديني كابسولة كابسولة دي فيها لو مؤاخزة كده دوا بيلعب في القلب كده ويغير في طلبات القلب ثم الدكتورة نوع مخدودة علي وتنزل جاري بيها للدكتور فانا قلتلهم ايه؟ نمثل يعني ان انا تعبان وكده قال لي لا على اساس يعلن ان هو دكتورة وممكن تكشف الموضوع كله يا ولاد اللعيبة يعني عايزين ان هو هتنزل بدل ما يطلعوا لها حلوة الفكرة دي نفس دقلولك عليه بالزبط اه مانا قلتلهم ان انا همثل ان انا تعبان وكده يعني لأ هتاخد دوا اللي قالوا عليه احنا عايزين كل حاجة تتم زي هما متوقعين بالزبط اتعرفني بسيبش حاجة لزروفها الظروف مين يا شريف باش لا يا عام انا مش هحط حياتي في خطر ابدا هتاخده يا مصعد هي بقت كده؟ طب مش ميكمل المهمة وبقى اخد الدوا بقى في فين يالا؟ في اي حتة شريف باش المهم بعيد عني مش مهم طب ايه رأيك بقى هتاخد الدوا وانا اللي هدهولك بنفسي هو فين الدوا؟ ايه ده بس عام الحامي مش كده قالولي هبعتولك في الجورنار بتاع بكرة الصبح طب انا جاي لك بكرة الصبح ايه يا كترمس الجورنار دوا تقابل مجيلة سمع؟ ماشى يا عم اتذكر يعيني عليك يا مصعد يعيني خير يا دكتورة ايه اللي حصل؟ الاند تعبان قوي محتاجة وقت دي المستشفى قلقتين يا دكتورة كل ده عشان ارد وانا حقولك ايه متأكيد مش فاهم حاجة تكتب سرعة هو ده الاند انا فكرة ارد قد كده مش وقت انبهار خالص يا مامي بعدين لقد كده رانس ناس طب استاني هجيب شانطات يوجي معاك بسرعة لا يا ماما خليكي خليكي مش هينفع عنيك يا دكتورة امسك لانتها تقل من مدبولي ايه اللي جابك هنا؟ تاكسي بسرعة انتوا لسي هترغو حاضر يا دكتورة حاصلة شكله طييل قوي مش يلو انت ساكت امسكوا كويس يا فراج تاكسي تاكسي ايه جابك كامل اصبر 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 ماما اصبر 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 كالوس كل المعلومات اللي عندينا بتتأكد دلوقتي قدامنا في حركة غريبة بتحصل الدكتورة والإرد تحركوا دلوقتي من المعمر بتحت أمرك مستر كالوس ممكن بقى حضرتك تقدمي الابليكيشن ده أبليكيشن ايوه يقال في حيات مريض مستاني أبليكيشن خلاص بالراحة ايدي وده يقرب لك ايه ايه ماقول دكتور بسرعة ترولي بسرعة ايدي ترولي ايوة ترولي خلاص 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 هو وفاق لوحده مفيش داعي يا خسارة أنا كنس أجرب الجهاز ده الدكتورة هيعد عليكو كمان شوية موسعد انت كويس؟ لا 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 دكتورة طلعيني من هنا والنبع دكتورة أنا كمالي ومال القصة دي كلها معلش يا مسي لازم تستعمل واضح ان الموضوع مش سهل الله مال في الأمريكان هم تأخروا ليه لحد دلوقتي ده الأمريكان أرحم من لنا فيه ده مش عارفة بس شكلهم كده مش شايفين شغلهم كويس بس مايهمكش أنا متأكدة ان شريف عارف هو بيعمل ايه كويس ايه؟ شريف؟ يلا وجه يلا وجه هيا تتكرر هيا تتكرر هيا تتكرر go اشتركوا في القناة 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 بروس سيساعدك اي حاجة ممكن تكوني محتاجة لها في بحثك سيوفرها لك اعتقد احنا نسيبكوا تشوفوا شغلكوا اشتركوا في القناة ام الاهم من الاجهزة في المعمل هو البحث العلمي هو اللي أدي الكل دا لازمة اوسا انا سألت عنك وعن شغلك بس الصراحة مكنش متخان� كده خالص اا ما عليش مشを وقد ابالي كده دا اللي هو اي عاي لا ولا حاجة يعني انا كنت فاكرك ستة كبيرة تلاتي صوارة وجميلة انا عشرت امريكان كتير قوي بس اول مرة اعرف ان هما بيجملوا بروس كنت عايز نسألك سؤال ممكن الحقيقة انا كان في جهاز معين جهاز طاقة انا كنت طلبته قول لكم نظر انه موجود حيث يجب انه permite انا افعل ان هذا الهجاز لديها في Hillary's to انا سألتمяли بس انت عارف الساكوريتي ماجرز الى هنا لما ت عوزي الجهاز هنجبه لك هنا بحد عندها لا تراقم لك ما دو انا انا رايي انحنا نشوف شو غليane وبعدين انشوف الموضوع الذي ستبه حيث قبيره بالخارج؟ هنا؟ هذا انا جانبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليس لأي حسنا، يجب أن أذهب حسنا، حسنا 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 ماذا تعملك فيه؟ عندي إصداع يا دكتورة مش إتي دكتورة، شوفي لأي حاجة للصدار وتعمل له إيه ده بس؟ اسكت في كاميرات طيب، استنى بوناسيرا سينيور، بوناسيرا سينيوريتا إبني سوري سينيور، سكوزا سينيور سكوزا سينيور ماذا تعمل؟ سكوزا سينيور معيش بعد إذنك سكوزا سينيوريتا شريف، ماذا تعمل؟ هابليني بوكرا في المكان ده هتلايني جدركب عربينا مزيني، يالا، بود لك بس 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر مش عايز اسمع صوتك لحد ما ناوصل مالها دي؟ مالها صوابة؟ حصل تتحري؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ قوة تتحوري؟ دريقة بيلي ايه يا ريس مش تاخد بالك او لا بيه؟ ايه دا؟ مش ممكن استاذ فؤاد؟ اي زددي ريتك يا فره؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا سيهلا هوا اهوا اهلا انا اعرف عن ريتك؟ ايه يا استاذ فؤاد؟ انا كله ما رجعة ي يفكرك بنفسي انا شريف كنت ساكن معك في الكاهرة اهه اه 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 اهلا وسهلا طبعا مال طبعا مال طبعا عندي زبونة لازم أوصلها بسرعة طب عنك استاذ أنا أوصلها بدلك وهي اللي تعملت لها أستاذ فهد ده؟ يا مل الأدم أفهم بقولك الرجل ده خطفني كل لها مش فاهم مش معقولة أستاذ فهد هاااااااو أستاذ فهد يا الله وانتي أصلا إيه اللي ركابك ما عامل للأول حاجر شريف انت جتلي المرة اللي فاتت متنكر ابتكرت وانت لكيز يا نوح انت حياتك في خطر وبلاش تستهويني بالموادية الزغيرة دي ليه القلق ده بس ليه القلق ده وبعدين انت اصلا كنت جاي عشان تقابلني دي انا كنت جاي عشان تطمن عملية واعرف يا ماشيني ازاي يا سلام انت ممكن انت تطمن من المسعد اصلا بصراحة كنت عاز قبلك انت شريف انت مش اقل ان ده خطر وقال اني في لس ممكن تقزيني ناسي ازيكي ولا موجود لانا كنت ولعت فلايات المتحدة كلها ولاية ولاية شكرا ده خريم يجربوا بس شكرا يا شريف حضرت الزابط يلا عشان احنا مستعدفين تعلم ينهاري سود طيب طيب قولي كيه خلي بالك على نفسك نوع ارجوك خلي بالك على نفسك بابا تحصل باقش شكرا بابا تحصل باقش احنام شكرا ميطة شكرا 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 ميطة شكرا ايه وامين ازايك يا شريف لا ازايك ايه بقولك ايه كلمني بعدين انا مش فادي دلوقتي ليه بقى ان شاء الله سيادتك وراك ايه كان في حد هيخطف نوه ازاي ده حصل ومين الشخص ده الموضوع كبير مش هينف اتكلم دلوقتي المحيرني ان الشخص دوت اللي كان هيخطف نوه قابلته في مصر ومش قادر اعرف هو مين بالزبط طب ممكن تبعتلي صورته نعمل عنه تحريات طب استنى استنى انا هشغال هيلك اللابتوب دلوقتي افتح النت اهو دوت يا فاين بيه كرلوس انت متأكد ان هو ما هو قدامك اهو انت تعرفه ولا ايه اه طب انا اعرفه ده انا عمري ما انسى الوش ده شاكله اعلم عليه قابلي كده انت اصدق مش فاهم حاجة اللي وراك ده كارلوس سبب المصايب كلها ده كارلوس ايوه كارلوس انت ابتعتلي ازاي فاهمني الزابط الشاطر زي الساحل كده عمره ما يكشف اسراره يا ام تنين انت عتعيش علي يا ولا يعني عامل ايه اكتر من كده عشان تقولي كلمة حلوة ده انا جايبلك اكبر مجرم في الكوكب وبرده مفيش فاعدة اعمل فيك ايه قطع ما كده ايه اعمل ايه اخد بالك يا ابني بس بقى يا فاهم بيه عاوزك مرة تفرحي وبطل القلق ده فاهم بيه انا عايزك تحفظ الخلقة دي كويس قوي لانه من حينة ورايح مش هتشوفها غير في الكواميسك بس اه اه عجبك رامبو يا ملوخية ادعيي الى عمالت فتا خلي بالك يا دكتورا المعمر كله مرشق بالكاميرات ولو عرفوا ان انا بتكلم وانتي عارفة ان انا بتكلم العملية كلها حبوز ها انا ما عنديش عقل ومش عارف انا بعمل ايه انا اللي مش فهمة انت ايه اللي عملته ده ما انا عمالش اورلك من الصبح علشان عايز اقولك على حاجة وانتي بتنشاني طب اخلص قول فيه ايه اقولك اهو صبوري بصي شريف بيقولك انك تورر له من الجهزة علشان تعملي التجربة على الجهاز على الطاقة ده التجربة هي كلام كده وكده يعني ها ولو قالوا لك ماشي هنوديكي تروح معاهم تعرف الجهاز ده موجود فيه واببلغيني عشان ابلغ شريف فهمتي طب ممكن تقول اللي انت قلته ده بس اتعلي صوتك شوية حرام عليك انا كمالي ومالي الشغلان المهببة دي دكتور انا لتي انا من اجاهكم هذا من احظوم الكمالات دكتور شكرا انا ندرككم انا ندرككم انا جاهزين أي وقت انتها جاهزة انا مستنيه الجهاز بس انا جاهزا انا جاهزا حسناً؟ لنذهب، فريد لنذهب مفرسور آدم أنا محتاجة أوصل المادة دي بالجهاز وشغاله على أقصى طاقة الآن ستأخذ 50 س epidemi قبل التداheadsك Wissenschaft تسعين ثانية حسناً يعني أتنها نتيجة سلبية ، كما تحظين؟ أنني سأسكي المصل بعد أول تجربة؟ ما كان لديهم أن تقدمني أي تقرير عن تجربة دي يعني تقوليني نسبة فشلها نسبة نجاحها مش ببساطة كده تقوليني النتيجة السلبية وهو يعني لو أنا كنت جبت لك التقرير كنت هتفهمه ترايمي النتيجة طلعة السلبية ليه لأن النسبة تفعل الطاقة مع المواد الكيميائية وبالأخص المواد المؤثرة على الخلايا السيسائية أي النخاع المستطيل what happened is الطاقة دي أثرت negatively على المواد والمصل بعد التجربة يقدر يعلج الخلايا المصابة لكن حتأثر خلاص يا دكتورة خلاص أنا فهمت أصدق عايزة يبقى عشان المراجعة التجربة دي تنجح شوية وقت شوية صبر فرصة إن أنا أقدر أعمل تجرب أكتر على جهاز الطاقة وأدر أغير في نسب المواد من المستخدم عشان نعمل المراجعة أوكي أوكي you'll have your time وجهز حيبقى معك عشان تجربي في أي وقت أنت عايزة why do ask a question if you don't care to listen to the answer thank you doktor whatever الكزي معي كويس دور بكرة الصبح هتروحي شغل عادي جدا زي أي وقت مش عاوز اكتب يالي أنا ليبان عليك أي حاجة نقصد هيبقى ساعدتا في المعمل مستعد ومركز وحافظ كل خطوة محلوبة منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 في نفس الوقت أنا حكون دخلت الممنع عن طريق الأيدي الموسعى جبهوا لي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم المترجم للقناة المترجم للقناة ماشون شكرا شكرا، شكرا، شكرا وفي الغالم هو مع بروس طيب، خدتوني، تكلموه ما هو فيه مشكلة برضو مع بروس يا فن مشكلة ايه تاني؟ بروس اللي بيشتغل مع كارلوس وزمان الجهاز عنده دلوقتي او ماي كالا بليز دون بتاني ان البحث بعد الدكتورة نوها لسه معها ومتسرقش هو وراخر هو معاها بس فيه مشكلة صغيرة مشكلة ايه؟ الدكتورة هربت مع بروس وزمانها هي كمان عند كارلوس دلوقتي ايه؟ هذا الوقت انا مش عايز اسمع اكتر من كده واعتبر ان انا اسمعتش اي حاجة ومفيش حاجة حصلت الاثنين عندو اربعة وشرين ساعة انا عايز الجهاز وبروس وكارلوس شخصيين انا بوكرا مسافر مصر هاشرف على تأمين المؤتمر ولما ارجع لو امري متنفزتش انا اريد ان ترى بلدن بوث ايه بوث ايه شروع مستر كيفان افضلوا اسكوزي مستر كيفان نيفس برافو عليك يا دكتورة التجربة نجحت شحنوا والدواء وودوها على مصرف اول طيارة على طول اه؟ ايه ده؟ انتو رايحين تختصوا ولا ايه؟ لا وانتا السادق انتو اللي رايحين تختصوا اه ماشا يا خواجة طبعا يا ساعة يعني استاذن احنا بقى لا 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 للأسف استديد يا مسعد انتو كثيرا يا حبيبي انتو كثيرا؟ انتو كثيرا؟ الكلمة دي انا سمعتها فين؟ بقولك يا خواجة بس انا لما اخذ اللغة عندي بعفي يا حبيتين هي الكلمة دي بيقولوها دايما الرجل الشرير للبطل لما يبقى عايز يقتله بعد ما خدت منه اللغة عايزه صح؟ بالزبط كده تسمح على خير جوريلا سنحن الضوء نوحن في ايه نوحن؟ انا عارف انا غلطان بس غزب إن عني والله نوحن نتفهم بس نوحن مالت في ايه؟ لا مجنونة دي وان ايه دا؟ شريف باشا؟ انت جيت هنا ازاي يا عم انت؟ مش مهم ايه اللي حصل لنا؟ اه ضربونا بالغاز وولا ديك بطلعوا مجرمين او يا باشا وانت متحبلت ازايها كده ليه؟ انا؟ لا ام الحاجات دي بالصالة عالنبي بتأثرش فيا انا ما سفيت وشميت وشربت حاجات دي ايه ابقى بنسبقلي بخور اه لا طبعا الغاز دا هو بيأثر على اي كائن حي ايه يا عم اللي انت بتقوله دا؟ طب ما انا قدامك اوه؟ سليم ما حصل ليش اي حاجة مش عارف مش مهم من دلوقتي فين كارلوس هو باية العصابة؟ اه هربو يا عم من بدري اكيد هربو بعد ما حسوا اني مرقبهم يا عم كفاية كدب باة مش كفاية اللي انت نايلته وعملته لسه في فرصة اخيرة اصلح بيها غلطتي لا بقولك ايه فرصة اخيرة والجودة انا مليش فيه انا عايز ارجع مصر يا عم طلعنا بقى بالحكاية دي بقى كفاية كده مش هنرجع قبل ما نلاقي كارلوس بقولك ايه صحيح ده انا سمعتهم بيقولهم راحين على مصر انت عصيها يلا والله العظيم سمعهم بوداني دول دول مش عاجبينك كل دول مؤتمر اه 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 احنا لازم نرجع دولاتي مصر يا عالم اه 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 يلا دكتورة نوحة خد دكتورة نوحة مين شريف مين اه اه شريف ايه وصلت السفارة موضوع ايه كارلوس موجود في مصر وانا عندي الشك انه ممكن استهدى في المؤتمر ايه ومش هينف اوصل لفاهين بيه ارجوك يا سيف فاصرع وقت بلغ فاهين بيه على كل المعلومات اللي انا قلتها لك دي لو مؤتمر حصل فيه حاجة البلد حتضيع طيب ماشي ماشي طيب كلمني تاني لو عايفت توصلي خلاص سلام سلام ساعة السفير للاسف مقدرتش اوصل للسيادة اللو معلش انا عارف نو متقين شوية ممكن تتكلموا تاني مفيش وقت الطيارة قدامها نص ساعة طيب انا بطل من حضرتك تتصرف انا لازم اسافر مصر انا والدكتورة والارد فاصرع وقت انت عارف انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في صعوبة اني اسفر بني ادم جاي تقولي اسفر ارد وبعدين حررت الزابط انا ما عنديش تعليمات بالكلام اللي بتقوله طيب انا عملتها العلية وحضرتك بها تتحمل المسئولية انت متأكد من موضوع المؤتمر ده انا متأكد ان اخطر المجرم في العالم موجود في مصر دلوقتي وفي نفس الوقت في مؤتمر مهم جدا بيحصل في مصر انتو حتسفروا على مسئوليتي بس ارجوك يا حضرت الزابط ما تخزلنيش متلقش يا فاندل انت يا عام انت الحقني انت لا تعلي هنا هتموتها اللي حرب بيتك يا مصر انا اللي هتموتها نا عليش نا عليش انا اعزين لا ام طيارة خصوصي فاهم باشا ايه في ايه يا اسف ايه دخلتك عليها كده خضتني قلقتني وانا مش ناقص انا لاياكي شريف كلمني وقلم معلومات مهمه جدا شريف حيقول معلومات مهمة وانت ترد عليه ليه من الأساس ما هو بيكلمني على طول وما بردش ما طرنشه وبعدين انا مش اديته أمر انه يسيب المهمة ويرجع ده بيقول ان كاروس رجع مصر واحتمال يكون عايز يستاذي في المؤتمر ايه ايه اللي انت بتقوله ده يا سيب ايه الكلام ده بلدان انا عندي معلومات مؤكدة ان ما فيش اي حد غريب او اي حد مطلوب دخل مصر طول الفترة اللي فات جاب الكلام ده من يهد سيزيفت ده يعني يا فندي هنتجهل معلومة زي دي اه اه طبعا هنتجهلها انا لايمكن اعتمد على معلومة جاية من واحد فاشل وغير مسؤول زي شريف بقولك يا سيف المؤتمر حيتم في معاده مفيش اي حاجة حتتغير تلاقي سيزيفت ده بيخطرف بيقول اي كلام بيعمل تمثيلية عشان يداري على خبته التقيلة سيف يلا لوح انت على شغلك مش حايزينه ضايع وقت تفضل يا فندي تحت عمر حضرتك يا فندي يا مسعد استناني هنا خمس داية هبلغ فايين بي ورجعلك خلي بالك على نوح انت بتكلمين يا باشا لمواغزة خليك في حالك يا ستا خليني في حالي ايه انت تاخد الناس دي وتحسبني عشان اشوف حالي لا متى هتستنى هنا خمس داية ورجعلك لا باشا انا هامشي عشان الحركة باركة باشا طب ايه راجع بقى هتستناني هنا ولو مش عاجبك وريني ازاي هتمشي انا ظابط وموك انا بلغ عليك وقول معك بتفجرات وريني بقى هتحرك ازاي طب ايه باشا روح منك لله اوكي خمس داية ورجعلك بس ياه 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 شكرا 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 إيدك يا لوفا ما تعرش في عين باشا فين؟ في عين باشا مين باشا؟ الأن هو في عين باشا بتاع المخابرة يا ابني طب ما ان قلوك فين يا باشا؟ و لكن أسألك نحن الكوشك السجاير أنا غلطان أسألك نحن أسألك скаж Simon أنا عارف هذه حديات جيدة انش امن من يا لوفا؟ لا باشا مش امن حاجه يا باشا انت بقياس كري انتع علينا كلي ياجون العساكة ديك من المبين مрей�브 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وإلا اشتركوا في القناة 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 شامل معنا اشتركوا في القناة 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 لا! استنى بقى على ما البرنامج يحمل لسه كتير أبا شماندس؟ لا خلاصة الصورة مسعد خليك معايا بقى ركزاوي القوضة اللي فيها الرهاين هي تالت قوضة على اليمين بعد الحمام على طول هتلاقي وقف قدامها جوستران تعامل معاهم يا موسعد بس من غير محد يحس أخبرك من غير محد يحس ماشي يا عم ماشي بالراحة مش كده استرها علي يا رب شكري موسيقى موسيقى أيوا يا فعين باشا الحمر معايا هو لسه عمال يرفض نفذ يا مصعد إيه؟ تنفيك الزلولة ولا إيه؟ نفذ اه يا عم خلاص ما اتزعقش ماشي الله يخرب بدي شغل انا تعال بقى يا عم انت هنا يا رب مايفتكرش اللي هعمله فيه إحدى بقى كده يا شريف باشا علشان يعرف انشن ها؟ سمحني يا شريف إحدى بقى عشان يعرف انشن يا عم ه ه ه ه ه ه ه ه يا رب ااااااااااااااااااااااااه ايه؟ ايه بقى عمت passion هاااا هيدا اينا فاين انت فين اي اشوف باشا انت في المركز بتاع القطورات بالتاع الاجتماع و اين لي حصل بالزبط انت كان اي هشوف باشا كارلوس 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 مي ؟ هوا على بك ايه؟ ده قمت breast ايه ده وإنتو مين اه اصلا يا حب الألاء منك ولا نضفوك؟ أعمل إيه؟ أنا موسعد الشريف باشا من إرد موسعد وتعليز السمان إيه؟ الدكتورة نوها المعمل أمريكا يا شريف باشا إيه؟ موسعد يعني أديك يا وبتكلم زي الإرد ملك كده مبحلقني شايف إرد قدامك؟ طب لو قلتلك الموسعد أن مصر محتاجاك مصر بنورة بولادها يا شريف باشا موسعد بنفسه هو اللي هيبلغنا بكل المعلومات اللي احنا عوزينها ده يا شريف باشا انت هتكايم العمل الوطني بالفلوس يا موسعد؟ بين البيع والشاري يفتح الله اوه ده إرد بجدر يا شريف باشا إلحى أبوك بقى علشان ممسوك تحري في اسم الهرم يا ابني انت إرد إرد كده حلو يا عم شريف تحب عباولك كمان هو اوه 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 لا تشرفة يا ابني الله ده شكرا؟ شكرا طيب أنا فين دلوقت يلا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا 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 بالراحة علي يا شباب مال مش كده انتم لو لمسهم شعرة من جسمي هتعملوا مشاكل مع العالم كله من اوله لاخره كارلوس سلم نفسك المكان كله محاصر ولجلت الكلوم اتقبض عليهم فاكي ناسك هتروح فين؟ هروح على الحطة اللي حاصرت فيها الفلوس اللي هتدوها لي يا اساس شريف بقولكم ايه انتم حاجش فيكم يقدر يلمسني خالص فا اما تطلعوني من هنا يا اما الرهان بتوعكم حيرجعوا البلدهم كلهم مجانين وبالمناسبة انتم لازم تطلعوني من هنا لانكم لو ما طلعتونيش هيبقى قدامكم حاجة من الاتنين يا اما تدوني الفلوس يا اما المصر وإلا مش مسعد اللي اتبالتك عليه في بلده اه ده انا ولا اي اي ولا زي زي ولا اي اردت قال له اماش مش وابكرنا جابلك كوكس يلا يلا اكتحام 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 سلق نفسك سلق نفسك سلق نفسك توه المكان كله محاصر اكتحام اكتحام اشتركوا في القناة